اهلا بكم جماعة اهلا بكم في اللقاءنا النهاردة وبرحب بكم كلكم شرفيننا ونواريننا اللقاء ده بنعمله تقعيبا مرة كل شهرين تقعيبا كل شهرين تقعيبا والهدف من اللقاء ده حقيقة ان احنا ان السيدات الحضرات معنا في الاستروجيم يقدروا يعزموا السيدات اللي حواليهم علشان يتعرفوا على اللي هم بيعرفوه او اللي هم بيتدربوا عليه وممكن يعمل فرق في حياتهم بحيث يبقى ان احننشر الكلمة والرسالة فقبل ما نكلم عن الرسالة والكلمة هكلمكم انا عن نفسي اول بعد حضرتكم اكيد اول ما يشوفوني اول ما يحضروا معي فانا اسمي احمد ديملاوي انا طبيب كحرفة يعني انا طبيب واما واما دارس معي اعمل دراسات عليا في الهندسة الطبية في امريكا في الوقت المتحدة وعمل دراسات عليا برضو في البزنس بشتغل في في العلاقات بشتغل في استشارات في العلاقات من من اكتر من تلاتين سنة واما 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 دخلتي في قصة الاعلاقات دي كان دخلة غريبة شوية لان انا احنا امي خليفة تلات سبيعون اخويا الكبير اكبر مني بثلاتاشر سنة محمد عليه وحمد الله واخويا خالد العظم مني بثلات سنين عليه وحمد الله انا واحد اللي عايش فيهم ده معايا حضراتكو وكانت امي الله الرحمة عندها فوبيا ورهاب ان عيالها يفشلوا فكان ربتنا طبعا تحبنا جدا بس كانت بتوظف كل هذا الحب في معاملة في منتهى الحدة والانتباه والقسوة كمان ان عيال دي مبدعش فكان من ضمن المعاملة بتاعتهم الله رحمه اللي عما اكتشفتهاش بعد ما اتجوزت على فكرة يعني كنت قاعد مع اخويا خالد الله رحمه بعد ما اتجوزنا اوهو انت مش بلاحظ حكا يا خالد قال لي انت ملاحظ عمي دخل بيتنا بنات قال لي اوه ما كانش بيخوش البنات الوحيدين يدخلوا بيتنا وولاد خالتي اللي هم اصغل واحدة فيهم اقبل منا بستة سبع سنين ده السغنانة اللي فيهم فمشوفناش بنات كده وان اخترت معاهم ميجوا بيتنا وبتاع وقريبنا فيهم كتير احنا لديتنا كديرة مفيش 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 قطيعة مفيش الراقات زي الفل مع كلها رايبنا بس هي بقى بنت اللي زينة قاعدة صحية تزور مين ومين يزورنا وتجامل مين ومين يجاملنا عارفين الجو ده فطبعا الناس بيجا يعني فهو باسلوبها مفيش حد بيخوش لنا فحتى خالد قلت لي خالد ما تسألها هو خالد كان يعفين كوشها احسن مني فقال لها يا اما انت ما كنتش بتخلي اي حد عنده بنات في بيت طبعا ما تردش في حدي بس دي احكي فانا ما بتتحك بنعرف ان الدنيا فهي انا بحكي لكم حكيها دي ليه انها تربت في بيت يعني ثلاث ذكور ومهم اكثر ذكورة منهم حرب احنا عايشين في رحلة عسكرية للنجاح مفيش مفيش تفاهم يعني اللي بقوله ده انا بقوله بشكل كوميدي بس هو حقيقي مش كوميدي مش كوميدي خالص يعني حياة عسكرية جدا وكل حاجة لازم تم يعني بان فاكر وانا صغير وانا كنت في المدرسة ابتدائي اولا ابتدائي اولا ابتدائي اولا ابتدائي اولا ابتدائي اولا راح مدرسة الصبح ام الله ارحمها وقت الحياة جدا 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 عادية تاخدني تغسلي راسي الصبح مش تغسلي وشي تغسلي راسي كلها تقول مسكني حطاني تحت زرحة كده وحط الراسي كأنها بطيخة زرحة في الحود وتقعد تدعاك راسي بالسابون طبعا مش فرق معها عنية منخيري وشي بقي شعري وكل حاجة واحدة يعني وانا قاعد بتلوة مع راسي عشان ما الراسي هتكسر رهابتي هي مش فرق مش مخراها هي قاعدة مسكة ليه الراس دي وهي بتنظفها على الصبح كده وده يوميا يوميا وانا قاعدة بتلوة تحتيها ما فيش ما بتسمعش الراس دي هتطلع فلها هتطلع فلها بس وخلاص في الموضوع انا بحكي لكم الحكاية دي عشانسكم تحسوا النشأ اللي انا نشأتها عسكرية جدا يعني مفيش تفاهم مفيش 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 اعزار مفيش تتكلم ما حد فينا ايه غلطة هتطلع كحتة ده فتدوم المقدس يعني هتطلع والله ما حد هيعرف لكو طريق جره باللفز كده ما عارش الجره دي يعني ايه بس يوقع كلام هتطلع كحتة فانا تربيت في بيت في حدة شديدة يعني عسكرية شديدة وما واما اول مرة اختلت ببنات زملائي في الجامعة في كتب ما فيه ما فيه فانا كنتش يعرف كنتش اعرف ان ايه انا كنت ارجع اسألهم عليهم صرفاتهم غليبية اما بيعملك اليه مثلا ايه ايه عد وسن ايه اكلهم مالبومين عاديين يكتلون مع بعض ويأكلوا مع بعض ويأكلوا مع بعض يعني لهم احوال كده مش مختلفة يعني فكنت كلام اش لاحظ كنت انا فنشأتي في بيت مش بيت ذكوري بيت عسكري مش ذكوري خليتني دايما حريص اوي اشوف اراحز البنات مش البنات كان بنات اني معجب بيهم لا بنات انهم حياتهم غيرنا يعني انه كائن اخر بالزبط كده كنت باشوف البنات كانهم كائنات اخرى معانا عالكوكب هنا وبيعملوا حاجة غريبة طريقتهم في الكلام كده كده بسوط واتي وانش ايه معلوك اليه مش فاهم والله ما بيهزر اند انا بحكي لكم بشكل كومي دي شوية عشان هدحكو بس فعلا الكلام ده حقيقي يا خد يعني الكلام ده انا عيشت فيه بالمعنى الكامل يعني كنت بستغرب عاملين كده ليه مش فاهم انا بطبع ايه بقى دي حتة فيها شخصية بطبع ايه بحب المعارفة والعلم يعني طول عمري من انا صغير اجيب كتب وعضاقرة ازور المدرسة عشان انا عاود ارجع البيت عضاقرة فكانو حتى صحابي في اخر سنوي اقول لي ما تنطش معصول معنا تاني يتيجي يتزور وتصيع معنا يتنط معصول لوحدك ما تنطش معنا انت وحرص هنط لوحتي ما كنتش احب احب ارواح البيت عشان اجيب كتب وعضاقرة وانتساجم فطبع ما حاجش مصدق ده بيزور عشان يقرأ حاجة غريبة كده فطبع عمري عندي شغف شديد جدا بالانثة والستايل بتاعها وتفكيرها وطريقتها وتفاعلاتها عاملة ازاي لانها مختلفة تماما عني وعن البيئة اللي انا اتربطتها تماما فاما دخلت الطب كل الطب كان عندها مادة اه اللي اذكروا الطب عندنا مادة مش الزامية مادة مش الزام كان اسمها السكسولوجي اللي هو علم الجنس انا طبعا اول ما قال سكسولوجي انا قلت لازم افهم ام القصة ديت والعلم ده فاذا عالم كامل اتفتح لي لي الرجل انا فاكر مش فاكر اسمه الاسف استاذ كان استاذ عظيم يعني صراحة كان بيشرح لنا وهو عملهولي ان هو وراني باب هزا العلم انه علم باب هزا العلم بشكل راقي وعلمي جدا فانا اخدت السكة دي وجريت بقى عادت اجيب كتب واقرأ وذاكر وافهم والدنيا مش ازاي ومشاعر الذكر ومشاعر الانثى والافلام دي واشتغلت وذاكر منبادري جدا بعد ما خلص طب بشوية زغرين بدأت اعمل استشارات بشكل اه بشكل شخصي او بشكل مش احترافي مش هاخدش فيها فلوس يعني في العلاقات وبالذات ابتديت اني بشرح للذكور ازاي يعيشوا علاقاء ازاي يعمل العلاقة بالذات الجزء الجنسي كنت متخصص او في جزء الجنسي في الاول ازاي يعيشوا العلاقة والعلاقة الجنسية مع اه مع زوجته وبتدى الموضوع ايكبر معي بقيت اعمل استشارات في العلاقات بشكل عادي دي دي كانت صنعاتي اللي هي مش رسمي لان انا صنعاتي اللي هي رسمي كان طبيب يعنيش رغلت شوية عن داس تببية وكانش رغلت شوية في تسويق حاجات تببية وحاجات اسه كده وبعني ويجعت تاني ويجعت تاني لإدارة الذات ودي كانت في امريكا في سنة تلاتة سنة تنين وتسعين كنت في امريكا و و وروحت خدت كورس وكانت اعميها ظروفي زفت يعني بلا مبالغة مش لأكل بجد مش لأكل ففي وزملتي في الجامعة بقول لها ظروفي صعبة جدا لنبدا ليه بقول لها ظروفي صعبة جدا 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 قالت لي فيه كورس روح خده وقتها بقول لي بكام فاكرة انا بثمية بثمية دولار انا يا ميها معيش تلاتين دولار اكل اكل انا وعيالي ومجوز ساعيتها ومخلق فقلت انا بتقول لك معيش تلاتين دولار تقول لي دي واحد ادفع تلاتين دولار كورس انا مش متخالي واحد زي يعدل حياته الكورس يعني بتحرج يعني فقالت لي بقول انا كنت بس خفية جدا هيك امريكا من اصل كوي كتت رقية اوي اوي لقيت لي بص انا جربتها وجابت نتيجة فانا عرف ان ظروفك زفت فانا مش هدلك على سكة وداعك جربها وهتلاقي النتيجة وفعلا حضرت الكورس فرق معي فرق كبير جدا ان اول مرة في حياتي اعرف ان نجاحي وساعدتي في حياتي جواي دوما في حياتي انا فرق انت نجاحي وساعدتي في حياتي شهداتي شغلي دراستي عملي نجاحي المادي معي فلوس كتير حسابات كتير فلوس في البنك مش هدلك الناس عرف فيها بتتكلم فيه ده فانا فوجيت ان الحياة بتبتدي وتنتهي جواينا بلسا كلها هنا فاذا انا دير نفسي بحيث ان انا نعيش حياة سعيدة انا بالنسبة لي كتصدمة بلا مبالرة ايه ده بيقولوا ايه دول الناس دي جاي من ايه وبعد ان بدأوا بقى ايه مشاطرين اوي فمن خلال طريقتهم في التدريب اسبتولي واسبتوا للحاضرين كلهم ان حياتنا كلها فين في قلوبنا جوانا فخرجت من برنامج ده بدأت اه طبعا اكملت اوان حياتي اتنقلت بمناسبة للامانة يعني اه حياتي يعني ست وشهر بعدها كنت فضع كاني خلص مادي ومعناوي وكل حاجة اتنقلت نقلة كبيرة جدا يعني ماكملتش سنة ست وشهر اتنقلت نقلة ضخمة جدا جدا يعني فمن التوجه ده انا اخدته بجدية شديدة جدا ان حياتنا كلها هنا جوانا ان انا متربي ونشأتي وحياتي كلها ان كل مشاكلي او نجاحي كله برا انت متنكد ليه عشان فلان متنكد عليها انت متفرحان ليه عشان انا كسبت قد كده ففاهم ان كل حاجة فين برا فوقيت ان كل حاجة جوا جوا كل حاجة جوا فطبعا اتنقلت نقلة كبيرة وبدأت استخدم ودرست معهم خدت معهم كورسات كتيرة جدا كورسات كتيرة درجة بعدها انا افترق بعدها بسنة انا اخدت معهم كورسات لمدة سنة متواصلة بعد كده بعد الكورس ده وبعدها اجيت رجعت مصر تلاتة وتسعين وربنا كان نفتح عليها مدين جدا 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 لدرجة ان انا كنت بروح بلا مبارقة يعني كنت بروح كان فيه بيعمله هم ليهم فرع في لندن كنت بروح كل اسبوعين لندن احضر الكورسات وارجع بتخيري الجنون هم حقا مش جنون انا كنت بروح حاجة صحة قوية كنت اخذ الموضوع جد جدا يعني وفرق معي فرق معي فرق معي فرق معي فرق جدا وكل ما بشتغل اكتر بكتش في اكتر ان حياتنا كلها هنا اللي برا دوهن اللي ق Fac de yook اصلا حياتي بايزة عشان ابويا ابوتك ممكن يكون مؤرف بس حياتك مش بايزة عشان خطر ابوتك حياتك بايزة عشان انت بايز. انا حياتي بايزة اصلاها بلد بايزة وخربان انت مش فاهم. لما نروح بلد تاني ربنا يفتح علينا. ممكن تكون بلد بايزة. لكن حياتك بايزة عشان انت بايز. دي اصبحت الكلام يقول لحضراتكم ده انا على يقين به. انا علاقتي بمورتي خربانة عشان هي انسانة مؤرفة. ممكن جدا تكون مؤرفة. بس هي خربانة عياتها من مراتك عشان انت خربان. فالقسة كلها عندك انت. فبدأت اشتغل وطبق وفي الوقت ده زي ما قلت لحضراتكم من بدري انا بعمل استشارات. عندي بزن استشارات صغيرا كده. جنب شغلي. ما كنتش بعلي عنه. لان كان معظم شغلي علاقات وجنس. فما كنتش عايز يتعرف عني. يعني مش حابب ان انا ما اتقدم لمجتمع هتقدم له من منظور ان انا مستشار جنسي ومستشار علاقات. ما كنتش دخلت من غاوي انا مش عجبيني اللي قبل. مع انها مش وحشة لحق. بس يعني هي كانت معايا كده ركبة معايا كده. فاشتغلت. والحمد لله ربنا فتح عليا لانما فيها ميزة ربنا اكرامني بيها. ان انا اما بتعلم حاجة ما لازم عايشها. تعافي طباخ السم بيدو. معرفش اشتغل في حاجة ولا درس حاجة ولا اشرح حاجة ولا انصح بحاجة. انا مش عايشة. عايشها تماما. ولازم عايشها. وتنقع فيها. وقع فيها. وتمكن منها مش معرفة معايشة. وساقت هابدأ اتكلم بعد. فكل اللي بتعلمه انا كنت عايشه. وانا بتعلم على طول بسرعة يعني انا ما كان التعليم يعني. انا ببطلتش تعليم الى اليوم. بتعلم بحب العلم جدا. فكل اللي بتعلمه بروح ايه? اعيشه. وانما عيشه بكون تجربتي الخاصة فيه. بالاضافة اللي انا بحط الخبراتي السابقة. فيه. ودراستي. فيه. وببدأ اطلع بحاجة. فانا في الفين وحضار. الفين وحداشر. كنت عاميها عايش في السعودية. كنت انا مدير التنفيذي لجماعية القلب السعودية. خاد اخويا كده. ايه ربنا يكرمه. لقيتوا بقول لنا جاي زورك. يعني في حاجة. قال لي لا جاي زورك. قلت لوجه الله كده. قال لي اهو. لوجه الله كده. جاي زورك بس. وفعلت لانه جاي لوجه الله فعلا. فجاي لي مبسطة جدا. وقاعد عندي في البيت. ده انا عميها عدل واحدة. وبسأله بقى انت عامل ايه? كان بقى ليه مدة كبيرة مشطوش. عامل ايه واخبارك ايه? وبتعال لي ده انا الا استاذ. بسموه استاذ ايه? يعني اعلى حاجة في جامعية المتاهلث العالمية المدرسين مدربين يعني. ايه بتعمله ايه في المتاهلث دي? المتاهلث دي او المتاهلث. لو عناصرين يقولوا متاهلث. فايه بتعمله ايه? يقول لك قال لي ده. ده. منظور طبي بيقول انه كل الامراض. ومنقول كل يعني كل. اي عرض يعني راح وشوفه داني هوا. اي عرض ولا بسيط. او كبير. هو في الواقع صورة للترب شعور. يعني مثلا واحد ركبه بتجعه. الترب شعور. واحد ودانه بتهرشه. الترب شعور. واحد شعره بيض. الترب شعور. شعره سود تاني. اي اي اي. يعني حالة شعورية مختلفة. معي? فجسم قال لي جسم الانسان بامراضه بصحته هو صورة للمشاعر. قلت له يا خالد ايه كان بها? قال لي والله هو كده. فقلت له يا خالد يعني مثلا ركبي واجعاني. يبقى عشان ابوه يهني في السنواني العامة. قال لي اه ممكن جدا يكون حاجة زي كده. قلت له يعني. ودرسنا في كل طب ده بالسلامة. قال لي مش بالسلامة ولا حاجة. بس ده منظور وده منظور. بس فراحة كنا ما عجبنيش. قلت له يعني. قلت له. قلت له كان عنده بيزنس وربنا فتح عليه فقلت ايه يعني ربنا كرمه وفتح عليه ويه ولاسع والدنيا معاه مشيت يعني. قلت له الحقيقة مش ببالغ يعني. فهو ايه حس ان انا مشتريتش خالص هو بقوله. فليت وقبله امشي بقول لي حول اخر حاجة. قال لي. قلت له ايه? قال لي بص هتلاحظ حاجة. مش انت ركبك الاتنين بيوجعوك. انا عندي ركب يوجعك اتصبت فيهم ملاعب من انوانة في سنوي. فقال لي بص هتلاقي اما يبقى عندك شغلك ماشي كويس اوي او في مشاكل كبير اوي هتلاقي رجبتك الشمال بتوجعك اوي. اما اتخش في مشاكل مع اولادك انا دايما انا اولادي نخبط في بعض. فا اما اتخش في مشاكل مع اولادك. هتلاقي رجبتك الشمال بتوجعك. قلت له ماشي. وسافر. وبدأت ااخد بالي من الحكاية دي. لقيت فعلا ساعات بدون سبق انزار كده. الاقي رجبتي الشمال دي رجبتي اليمين دي نار. ابو سلاقي اهو ده انا عامل حاجة كبيرة في شغل واحد يعني في سراع وحاجة كبيرة في شغل بتاحسن. مشكلة مع اولادي ودنيا مولاعة مع اولادي ابو سلاقي رجبتي الشمال تساعات كانت تتخشب ما عافش حركها. بدأت رائب قصة يوكبي مع شغل اولادي ايت كلامه صح. فعلا يوكبي بيشتغلوا على شغلي اولادي. ايت كلامه صح. فقلت الفاجل ده شكله كده مزبوط. شكله الفاجل ده مزبوط كده. يعني الكلام ده في حاجة تستحق يعني. فانا قلت انا قلت اشتغل بقى. ومش عايز اروح السعودية تاني ومش عايز اروح اي بلد تاني. مش بحبش السعودية بحب السعودية جدا. بس انا قلت ايه ايه اول حاجة اعملها. في الوقت ده كنت ايه ايه كنت ايه كنت ايه باجي جيت مصر فقربت من خلال اخويا بايقى تشوف الكورسات اللي بيديها وكامل بيديها. فروحت احضرت معي. عجبني الشهور. ده حاجة دي مالي. فروحت اعملت عيادة. يا هو ما كانش عامل عيادة فقر. قلت له خلال متعمل عيادة ايه لا انا عايش تركت لديه بس. قلت له بروحتك. انا روحت اعملت عيادة وانا اقول لكم لازم اطبق. واشتغلت في الميتهلث. كطبيب وبيعالج وبيشخص وبيعالج من الميتهلث. وليده بيشتغل بشكل رهيب. 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 مذهل يعني. انبهما. هكتلكوا الحاجة دي كلها ليه? لان في 2013 بدأت الشهور ما بقى معي. انا فتح هيادة من 2012. من اول 2012. وشغال. يجي لزبون كل يوم. كل يومين. ماشي. ماشي مشكلة يعني. عم بتسلع يعني. مبسوط. في 2013 كان فيه جامعية الميتهلث عاملة لهم مقتمس سنة وي ازون. على كل سنتين مش فكر. بيعملوه بلد بلد من البلاد. فقال له هيعملوه في مصر في شام الشيخ. فخالد قال لي ايه ده فيه استاذ من اسادة الميتهلث. استاذ او متخصص في تحليل والتشخيص بالالوان. بتقول يعني ايه تحليل تشخيص بالالوان. قال لي الله يا احمد وما عندهم كتاب كده. وجاب لي كتاب فيه بلدة الوان كده. بتتفرج عليه. وتنقل الالوان. وما تختار الالوان هو بياخدها يحللها. ويعرفك بالزبط مش عارك عامل ازاي. اتزان مش عارك. معليش تزان والتراك. مش عارك. ولا بالزبط عامل ازاي. هو وقال لي كده. انا موضوع شعشع في المياه. قلت له ويه المطلوب. قال لي الراجل جاي يدي كورس هنا. وعايز يحضر له ستة. وهو جايب معاه اتنين. واحدة جايب له من نيوزيلندا. واحدة جايب له من الهند. فاحنا عايزين اربعة من مصر. على الاقل. يحضروا الكورس. تعافت جيبهم. وتبعا خالد اخوان الله يكلموا. والله يكلموا. ما كانش انا انا الموضوع عجبني. الموضوع عجبني حسة ايه? انه بيعرف المشاعر بالالوان ده. انا راكب يدماغي بشكل فضيع. يعني هو قالها انا الجنات. المهم قلت لعب معاه. ففعلا عملت معاه انترويو اونلاين كده وسألت الراجل ايه كلمه راكب صح. بالكلم مصبوط. فروح تجبت له عشان اعرفكم الرقم. الكورس ب الف روامائة وخمسين يورو. في شرم الشيخ وهيتامل تسعة ايام يعني ايه? اللي هيروق. هياخد اجازة على الاقل تسعة او عشرة ايام. وهيسكم في شرم الشيخ الله اعلم فين. تسعة ايام. وهيدفع فهم الف وبرمائة وخمسين يورو. متخير منزر? والحقيقة انا ما اعرفش هو هيقدميه. انا كل حاجة اعرف الكلمتين اللي خاد قالهم لك. الكلمتين اللي الراجل قالهم لك. المهم جبت له ستة حضر الكورس معاه معاه تمانية والراجل ادى كورش. انا حضرت الكورس معاهم طبعا. طبعا طبعا. او بلاش اخد باريك فوق بيزة ايه. فاضيع. كان نقلة في حياتي. ليه بقى? ان بدأت افهم معاني واعماق البشاعة. لان في علم نفس الالوان. هو ما ابني على حاجة علم نفس الالوان. في علم نفس الالوان. في مرجعية. في مرجعية. مرجعية للمشاعر. ودي عملها عالم اسمه ماكس لوشن. فهو بيدرس المرجعية دي. وبالالوان بنعرف نقيس. الشخص ده مشاعره فين على المرجعية دي. مش عشوائية كده. يعني احنا المشاعر دايما نعمل زي صندوق السود. يعني انا مقبود. انا متضايق. انا فرحان. انا زعلان. طب وبعدين زعلان من ايه? ما عارفش. متضايق من ايه? ما عارفش. فرحان ليه? برضو ما عارفش. فلا اه هنا هتعرف. هتعرف كتير اوي. المهم ده بزت الموضوع واشتغلت به. وده فرق معايا جدا في شغلي. فرق جدا في شغلي. ودخلنا بقى في الحيطة ليه? ازاي انا خش فيها? بعد المقدمة الطويلة دي. بس كانت مهمة? ان بدأت افهم لا اول ما في حياتي. انا حكيت لكم شغفي بقى من زمان ان نفهم الانثة بتاع شعور ازاي? مش فهمها انا. كنت عجنن. بالنسبة لي بيعملوا حاجات غريبة جدا. وانا مش انا مؤمن ان هما مش مجانين. بس بالنسبة لي غراب جدا. كعناد غريبة الاطوار يعني. فمش بيهزة بيقولها بجد. ده مشاعري بدون احتقار يعني دي مشاعي بجد. مش معناها انها بحتقرهم او بدايق منهم او حاجة. بس انا شايف انها كعناد بالنسبة لي تصرفاتها غريبة وتفكيرها غريب ومنطقيتها غريبة. وانا انا بتفعل عليهم عن بعض ومش فهمهم. فربنا اكرمني وبدأت اخش في العلم نفس الوان وانا ما انا زي ما قلت لكم بشتغل 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 بشتغل. بشتغل ممكن 16 ساعة في اليوم عادي يعني. فعملت مسلا مش اقل يعني مثلا كام ده. اقترب من ده ابتدت في 2013 حتى في 2023. بلا مبارغة انا محلل مسلا كم حالة. يعني مسلا مش اقل من مسلا حشتقولي سنة 300 يوم. مش اقل من عشرة في اليوم ادي 3000 السنة. يعني انا مسلا في العشرة سنين دول مش عامل اقل مسلا من تلاتين الف حالة. فانا بشتغل 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 بشتغل. فبدأت اعمل ايه? وصلت من تحليل بقى. الالوان ده اختراعي اللي هقول لكم بعد ارادة ما فيش اختراعات ليه? اختراعي انها بمتحليل الالوان وصلت ان قدرت اعمل نموذج شعوري كيف تشعر الانثة. وقصاده عشان انا عشان اعمل كيف تشعر الانثة? لابد يقصده يبقى كيف هيشعر الذكرة. لون هما الاتنين كائنات مختلفة تماما ولكن هم متكاملين تماما. وده الابداع. الذكرة والانثة مش زي بعض. والي هو يقول لك الذكرة زي الانثة والستات زي رجالة والذكرة مش هقول الفاظ بايخة. معايا حضراتكم وما كائنات مختلفة تماما. بس في نفس وقت هما بيتكملوا بعض قوي. يعني ما فيش خرم بينه. اللي هو ده ما بيعملوش او ده ما بيشعروش ده اللي بيشعره. واللي ده بيشعره ده لها بتشعره. بيملي. فهو بالزبط هما اتنين بيردوا على بعض بشكل مذهل. فربنا اكرمني من حوالي 4 سنين تقريبا. من 4 سنين تقريبا. وخم. ما فيش خمسة. انا مش مش كاتب تاريخ اوي. ربنا اكرمني وقدرت اعمل اصمم نموذج لكيفة تشعر الانثة وكيفة اشعر الزكرة. وبدأت اعمل برامج تدريبية. وبدأت استقيم قبل برامج تدريبية بدأت استقيمها في العيادة. انها العيادة عندي هي حياتي. يعني انا هي دي اللي بيطبق فيها شغلي كله. فما بقى يجيلي استات وانا لقت انا عشهم في مشاعرهم من منظور النموذج ده فجرت انه صح جدا. دي كانت اول يعني ابداع حصل. ثانيا طبعا ان تحليل المستمر مع الستات ومع رجالة طبعا في نموذج رجالة. في نموذج الذكور. التحليل المستمر ساعدني ان انا اقدر ان اقدر ان اقدر ازبط النموذج بدقة اكتر. واقدر افهمه حتى اكتر واستوعبه اكتر. فالحمدلله احنا اعطاها نشوط بان انا في الاربع خمس سنة فاتوا دول. اعطاها نشوط ضخم كبير جدا في فهم كيف تشعروا الانثى. وكيف تشعروا تذكر. وعشان كده انا قدمت اعمال احنا عاملين شوات برامج. بس انا جاي كلمكم ده ده عن الانثى وكيف تشعروا الانثى. ما شوه كده برد نظور? ليه بقى? لان ففيه برنامج احنا عاملينه اسمه الاستروجيم. مش انا اللي بسميه هم اللي بيسموه. فالاستروجيم من الاستروجين. الاستروجين هو هرموني ايه? هرموني الانوثة. فاستروجيم اللي هو الجيم الانوثة يعني ببساطة شديدة. الفكرة كلها في البرنامج ايه? هو بنامج 21 اسبوع صح? بنامج 21 اسبوع بنعمله كل اسبوع لقاء. الهدف منه في هذا برنامج تدريب دريب الانثى على استعادة مش من عرفها حاجة على استعادة مشاعرها الانثوية الفطرية. وعندها بنامج للراجل اسمه الراجل الكسيب نفس النظام. يعني ايه استعادت? يعني دلاتي فيه حتة هنا خطيرة اسمها فطرة. هل الانثى حد بيعلمها ازاي تبقى انثى? ماملتها مسلا ممكن تقول لها صراحي شعرك كده اعملي معرفش ايه البسي كده اقعودي كده. فيه شوات حاجات ازا ممكن نسميها اتكيت كده يعني اجتماعيات. لكن البيت السغراء المقروضة من سغراء كده سنتين وهي انثى. ما حدش علمها دي. انا ليه راح تصاحبي عنده بالنطر تلات سربع سنين. يتشوف ابوها متضايق. لو صاحبي. تقعد تعمله على جوز. تعكسه وبتعمله وتنط عليه وتبوسه وتزغزغه وبتاعه. مجرد ما يدحك تسيبه وتمشي. ابن الذكر ما بعملش كده. ومش هيعمل كده. لان ده مش حل مش حل ذكوري اصلا. الاعوان هي صحية جدا ان ابوها متضايق. ابن الذكر مش واخد بالو اصلا. قلت ليه معاك ان ابوها بس خلاص. لكن هي صحية انه متضايق وتعرق واخده على عاطقها انها تساعده انه ينبسط. دي انثى. الانثى فطرتها ان هي تبقى مصدر راحة وسعادة للي حواليها. فهو محدش علمها انها تبقى ازاي تبقى انثى. بس ايها انثى? دي فترة. فترة الله التي فترة الناس عليها. فالانثى في برنامج الاستروجيم احنا بنساعد السيدات والبنات ان هما يستعيدوا فطرتهم الانثى وياه. ليه بقى الحتة دي بقت مهمة جدا? وبقت بالنسبة لنا بيزنس كمان اهو بنعمل منه شغل. لحضراتكم لان الميديا شغالة على ان يتخليك يذكر. انت راجل. وتلاقي فيه برامج في التلفزيون فيه بينها ستة بمية راجل. هلقى يبقى ايه ستة بمية راجل ديشتيمة? ارجوك اما تسمعوا حد يقولوك كلمة دي او حد يقولوه قدامكم اوه فيها فجامدة. لان يعني ان ديش تيمة حضراتكم دي سبة مش مدحة. اما حد يقولوك انت ستة بمية راجل ما شاء الله عليك. ما شاء الله اللي في ايدك على طول. نعم بالزبط حاجة تقمي او مش و لا وكأن قيمتك انك تبقي راضي. وده ما ده خطير جدا. لان هما راتي في الغرب عملوا حاجة لطيفة مش غير لطيفة. انا بسميها لطيفة تريقة. بس انا مش غير لطيفة. الغرب قاعد عمل ايه رفع رايات احنا بنحرر الانثى. معايا حضراتكم. رايات احنا بنحرر الانثى. تحرير الانثى ازاي? انها تبقى راجل. انت قاس حراري? يبقى انت راجل بقى خلاص. سيبك انت. انت مش انثى خلاص? انت راجل. ورجاء اللي بتقلوك عايزين انثى تبقى راجل. فانا رايت قدامي يعني كل ما ما بدرس الانثى اكتر وبدرس الذكر اكتر. وده اهم موضوع في حياتي حاليا من فترة. بقى وفاجأة ان الانثى راح في ستين دهية. وطبعا الانثى ما تروح في ستين دهية. دايما برضو صوتر معا. دايما برضو عملونا حتى مهمة ارجع لحيط الانثى في ستين دهية بعد دقيقة. عملونا حتى اخطير قوي. انه كان فيه صراع بين الذكر الانثى. ويطلع في تلفزيون الذكور يتخلقوا مع الاناث والست الراجل واختح قوانا. انا مترابق في بيات امي. ان انا واحد لو اي حاجة في الدنيا هفير يردموا بها هيردموا بها. انا مليش يخط بنات. بس ايو كان لها خط بنات كنت ستفقد دماغي. انا مترابق على كده. انه حتى لها ولاد خالتي بحبوم جدا. ولاد خالتي ولاد عماتي وكده. فعلقتي بالانثى مفيش صراع خلص اصلا. انا ما شوفتش الصراع ده غير في التلفزيون. فلاقيت ان هم عاديين بزراعوا ان فيه خناعة بين الرجل والست. اتذكروا له انثى مفيش خناعة بين الذكر وانثى. لو فيه خلاف زي خلاف ما بين اتنين يعني. مرجع مش بتخلقوا مع بعض. الستات مش بتخلقوا مع بعض. وفيه خلاف بين الذكر وانثى. لكن مفيش صراع. ما بين الذكور بين الناس. الصراع مش موجود ده في خيالهم بس. صدروننا الصراع ده اللي هو مش موجود اصلا. صدروننا ان احنا بنحتقر الانثى على فكرة هم بيحتقر الانثى. يعني الغاية الاخر قرنة تسعتاشر في مناطق في فرنسا كانوا بيبصوا على الانثى على انها كائن نجس. احنا عندنا من خمس تلاف سنة كانت الانثى مالكة حتشبسوه تغيرها. هم في القرنة تسعتاشر يعني من حوالي مية سنة او مية وكسر سنة في مناطق في فرنسا بيبصوا على الانثى انها كائن نجس. وفي وفي تاريخه مسود ان هو اللي اي واحدة تقول اي حاجة تبقى سحرها ويحرقوها. معي يا حضراتكو احنا عندناش التاريخ ده. فصدرنا الكلام ده كأن الكلام ده عندنا احنا. ويقعد التاريخه علينا ان الانثى عندنا غير محترمة وغير موقرة. وان الراجل قاعد كبس على نفس اللي خلفوها من فوق وحرمة كبس على ايه? لو البلد دي او في المجتمعاتنا دي في حد مجبوس على نفسه والناس كلها. مش الانثى اللي مجبوس عليه احنا كلنا مجبوس علينا. يعني ميش مجبوس عليه يعني. المجتمع كله نزامه كده. مش الانثى متهضة بمعنى متهضة. يعني الذكر في مصر مش متهض? احكي لكم حكاية عحكي لكم متهضة. اما تخرجتم كتب. لقيتهم مكلفيني معافش تسمعوا على التكليف ده. هم? مكلفيني في مصر متروح. والتكليف بيعملون مناطق حسب الدرجات. فانا زميلتي سكنة جنبي. مكلفينها في مصر جديد. انا سكن في مصر جديد. وانا مكلفيني في مصر متروح. فروح اشتكت في ده السياحة. مش مش اشتكتها هي. فبقولوا انتم مكلفيني في مصر متروح ليه? ما انا ما اتروح في حتى ما اتروحك حتى مش في المدينة حتى. فبصي لي كده الراجل كان لابس نضارة كده. بصي لي كده. قال لي بزمتك ده كلامي. بقول له ايه اللي كانان? قال لي تقول ضغطك. تروح لحتة اللي انت رحتها في مطروحه. بتقول لا قال لي ما اتروحش. قال لي جايش تكي ليه? اهو فانا انا اتخضيت. وطبعا ما اعترتش ومشيت. بس الواقع ان فيه ان فيه. فيه مش تفرقة بمعنى ان حد احسن من حد. بس فيه انت غير ذكر. فالمكان اللي هم بعطوني فيه فعا ما صحش انت تروح. يعني انا غير ذكر او لا ان انا اروح هذا المكان. ما هي? ففيه هل ده هل ده اتحاض للذكور? انا عدت اياميها بقول ده اتحاض للذكور لان انت بيفضلوها علينا. بقين برضو لقيت ان كلام فاضي. كلام فاضي. ان انت متفضلش على حاجة. بس ده ده تمييز اختلاف. مش تمييز تفضيل. هي انتة وانت ذكره ده دي ظروفها وده ظروفك. فالانتة منفعش تتروح اماكن بالمنظر ده. اماكن يعني سحرة ومناطق يعني مبدائية جدا ومنفعش. الجو مكان اللي هتعيش فيه الجو اللي هتعيش فيه مش جو وتعيش فيه انثة اطلا. اصلا دي وحدها. فالفكرة هنا انا بقولنا اسة ان انثة متحدة الانثة مش متحدة. انثة مش متحدة اصلا. واحنا عندنا عندنا حضارة. الانثة فيها ملكة وهما عندهم حضارة الانثيوم سحرات وكائنات ناجسة. وحاجة تاريخهم اسود. وعايزين تصدروا تاريخهم لاسود عندنا. واحنا متبنين تاريخهم لاسود ده. ففجرية اتلقيت ان الانثة في مجتمعنا متضمرة. فقالت تدرس الموضوع. فبقالي اسمين ده اتشغال في الموضوع. وعملت البرنامج بتاع الاستروجيم. اني بدرب فيه الانثة. على ايه? انها تستعيد فطرتها الانثوية. لان انا ما اقدرش ادربها تبقى انثة. انا اتذكر ادربها تبقى انثة مني? وليسة غالطة ما حدش بيعمل برنامج غيري. ان شاء الله هيبقى فيه ستات يعملوه بدالي. بس حتى لان انا اللي بعمل برنامج. انا ادرب انثة تبقى انثة? تبقى مهارجين. يعني انا وانا في يعني حتى كراجل من في اخر الرجال اللي ينفعه في القصة دي. مش مانفعش اصلا في القصة دي. بس انا انفع في حاجة راحدة. انا انفع اكون زي عسكري المرور يقول لها الفطرة بتاعتك من السكة دي. وانتوا روحشوا فيها. وده اللي بعمله فعلا. تعال مروح عسكري المرور تسأليه. الطريق منين? الطريق موجود. هو يقولك طريق من هنا. مش سفلت لك السكة? ولا عمال اي حاجة مانش حاجة. الطريق موجود. بس انت مش منتبه له. ان دي فطرتك. فطرة الله التي فطرة الناس عليها. وانت مجرد ما بتتوجه لها. انت بتلاقي نفسك فيها. ان انت ما بتخترعهاش. ده مش ابتكار. دي مش حاجة بنتعلمها. اه والله دي فكرة رطيفة. لا مش فكرة رطيفة دي فطرة. فطرة الله التي فطرة الناس عليها. دي الحالة الشعورية. اللي انت بتلاقي نفسك فيها. وبتطلعها احلى ما عندك فيها. فهي فكرة البرنامج ببساطة. هي دي فكرتها. صح يا رجل صح? بستأذن منها. فكرة البرنامج هو ان 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 احنا على واحد وعشرين اسبوع عملناها المدة دي كلها ليه? لان المجتمع برها بيرجعها الراجل تاني. امها طول النار بتقول لها. حافظي على مستقبلك. حافظي على كريرك. مفيش راجل هينفعك. انت لازل تقفيت هتمدع على نفسك. مفيش راجل بيحب واحدة. والله ما بهز. بتقول لي بنتها المتجوزة المتخلفة. الجزء بيقول لها دي عميلة عندي. الجزء بيقول لها وجزء صحبي بالنسبة. فجزء بيقول لها بيحبك جدا. هو بفعلا انا بقى عايف انه بيحبها جدا. فراحت قال له طلب معها على فكرة يا مام جزء بيحبيني اوى انا فرحانة اوى. قلت لها ما تصدرهش يا حيوانة. ده وفي راجل بيحب واحدة. والله عزيم ما بهزر. وكانت النتيجة ان بعد سنتين تلاتة اتطلقت. مش بهزر والله. كيمكن قد. فطبعا هي طالعة في جو انها متفبلة وسط رجالة مجرمين. اه وطبعا الميديا شغالة. التحرش. التحرش. المتحرشين. المتحرشين. والمصيبة ان فيه متحرشين فعلا. يعني الميديا كمان بتتكلم كلام بس بيعرضوه بشكل معوج بس. فيه فعلا متحرشين. فتنزل في الشارع تلاقي شوية ايال صيعة قاعدين بيتعملوا حاجات غريبة وتروح الشغلة تلاقي مديرها بيتبصوا لها بصات غريبة. جو يعرف. يعني يعني فالمجتمع كمان بيأكد لها المنظومة السلبية اللي هي لو انت يا حدا ما لحقتيش نفسك هتتفصصي هنا. هتضيعي. فلازم انت تقفى على نفسك وتقتمدى على نفسك. انت ملكيش حد في الدنيا. لا ليك اب ولا ليك اخ. وطبعا الاخ طبعا معلمينه ان هو اعتمدى على نفسه. ومنوش دعب اخته. هم? كلها قاعدة يشوف حاله. هي تاخد بالها من حالة. فخلو الاخ يتنزل عن اخته. والاب طبعا خايف على بنته. فهي لازم تمدع على نفسك عشان ما تضعيش. فهي قاعدة في منظومة كلها متخلية عنها. فليزم على. فهي. انا رابلي انا انا نفس انا محدش رابلي. فالمجتمع قاعد يأكد لها انت ذكر انت بيقولهاش لو انت ذكر انت لوحدك يملكيش اي سند. مفيش حد هيعبر اهلك اصلا. فانسي ان حد هيسأل فيك ولا هيعبرك ولا يوقف جنبك. فاخد يبالك من نفسك انت وعليه انت حدية يا حبيبتي. لازم بيقى حبيبتي كده بالاخر. معايا? اخد يبالك من نفسك انت وانتبه يا حبيبتي علشان انت كده حدية وتروح في ستين ده. معايا حضراتكم? فطبعا بتطلع مرعوبة. وانا مش بلومها. مش بلومها. اللي واقع. ليه بقى? لان ما نيجي نبص بقى في معسكر يا رجالة. لان رجالة خلعوا. بالسلامة خالص. اخته دي مسلا كانوا ما عرفهاش. بنته لا تعتمل على نفسها. وراجل معايا. الراجل معايا يقدر يصرف عليها وعلى عيالها وعلى الجرامها. لأ اعتمد على نفسك حبيبتي. لأ انت تعتمد على نفسك. انت توفع رجليك. انت مش تحتاج حد يوقف جنبك. فاصبح الرجالة نفسهم متخزلين جدا. ومتنزلين جدا عن رجلتهم. انه انه في النموذج الذكورة. الذكرة مسؤولة عن الانثى. والمسؤولية هنا مش معناها تحكم وسيطرة. مسؤولية يعني ان هو واجبه ان هو يسندها هو في جنبها. لابد من وجود الصوت يا معا. لابد من وجود صوت. مستمر. ما بيزهقش. واحدة حياتي ما بيكسفش كمان في المعضية دي. فيتكلم ينبه. انت كده بتضياع نفسك. انت بتتنازل عن قناتك. هو بيتنازل عن ذكرته. بس ده مش موضوعك انت. خليك انت في موضوعك. بتتنازلش انت عن قناتك. هو متنازل. المجتمع بيقولك انت حديعي. انت خلي بالك. انت ومحافظتيش على نفسك. وحافظتي على فتورتك. حديعي. ايه علامة الضياعان? ان انت مش هتبقى معك فلوس? لا. هتبقى معك فلوس. مش هتنجحي في مجتمعك هتنجحي. مش هتبقى مديرة عظيمة هتبقى مديرة عظيمة. ممكن سيدة اعمال كبيرة وممكن وزيرة. ويمكن طبعا انا قلتك تبقى بقى نتكلم في السياسة بقى رئيس الدولة. طبعا بس ده في السياسة يعني حاجة نظرية. ما تفكروا شيء. معي حضراتكم. فده كلام هي النجاح مش نجاح وسعادة اي انسان. وانا انا بركز على الانثى في انها مش في مش في مش في نجاحها الاجتماعي. انا بسمين ده نجاح اجتماعي. انها في وسط الناس وضع كويس. وضع الناس مديا كويس. الناس شايفيني بحالة كويسة. لكن السؤال هل انا كويسة? قولا بقى اللي هي مني. ده شغل انا. انا مليش دعوة. انت معاك فلوس قد ايه? مليش دعوة. انت رئيسة مجلس ادارة شركة ايه? مليش دعوة. انت سكراتيفة تعامل ام المتحدة. اذا بتعملي ايه في الام المتحدة? مليش دعوة. انا لدي دعوة سؤال واحد. واضح. هل انت سعيدة بحياتك وسعيدة بنفسك? فرحانة بدورك? مبسوطة بيومك? بتحب بتصح من نوم وتعيشي? هو ده السؤال. تسعة وتسعين في المية. من الستات في العالم كله? مش في مصر بس. الاجابة على السؤال ده لأ. مع ان نسبة كبيرة منهم النهاردة? بقوا مستقلات ما شاء الله. وبنين الكارير بتاعهم ما شاء الله. ومش مستنين حد يقف جنبهم ما شاء الله. وبيكسبوا اكتر من رجالة اللي حواليهم ما شاء الله. معي يا حضراتكم? لكن مهم اشتوا على برضه. لان انا لحزت ملحوظة رطيفة جدا. تسة حتى بقولها ببريح في البيت. بقول لحزت حاجة غريبة جدا. ايه هي? انا انا بقصة سنة. فانا جيل بتاعي اه يعني انا متوسطم بسها يعني مثلا جيل مسلا البنات دلوقتي مسلا حاجة تلاتين فان سبق بتلاتين سنة مسلا. فالجيل بتاعي والجيل الライ قبلية. البنات اللي كانوا في الفجيل الابلية والجيل والجيل بتاعي. مكنش عن مكانشء مجتمع على فكرة انا رودين حرياتهم تماما. يعني اذا كنت انت ترامين هم كانوا قاعدين منقبات في البيوت. ررمين كده. وبتاع ده كده. ده كده الجيل في روح مترو روح مدرسة او انا زغالة في الاعداد دي مدراسة كانوا عاديين جنبي بروحين الجامعة بالميني جيب والقصير ما بيسوهوش دلوقتي. فبس كان برضو المجتمع ما كانش بيديهم المساحة من الحركة والحرية المتاحة النهاردة للستات والبنات النهاردة. بلا شك. فالنهاردة عادي. انا انا رجع بنتي تقولي انا رجع عشر ونص بس بدري. عشر ونص بدري ايه? ده عشر ونص لو كانت امي عايشة كانت بقيت يوم يوم مش مش هيعدي اصلا. دي كانت اخر الليلة في البيت يعني. خلاص يوم يسهل. ده رجع عشر ونص بدري. بدري. ما نرجع امتى? عشر ونص بدري جدا. فالمجتمع النهاردة عاطي مساحة مساحة ضخمة جدا من الحرية للانثى. وحرية هنا ببعنا ايه? مش ببعنا ايجابي يعني فاكرة. الحرية ببعنا ان هو ما بيحاسبهاش لان دي مش حرية حقا. المجتمع النهاردة ما بقاش يحاسب الانثى على تفاصيل كتيرة كان بيحاسب عليها الانثى زماني. هما بيسموه حراية بيسموش حراية. ومع ذلك بقى الحتة الخطيرة في موضوعهم. لحزت القاتي. ان الستات والبنات في العصف اللي احنا فيه. انا بقعد معهم بطول نهار قعد مع مين? مع معظم زباين ستات عفك. انا كل تسعة ستات عندي اصدهم رجل. فانا شغل يكونوا مع ستات تقريبا انا معظم. فالحزت حاجة غريبة جدا ان ثقة الانثى بنفسها قلت. ودي عملية خليبة جدا. الانثى ما بقيتش تطرق في نفسها زي الانثى بتاعت زمان. الانثى بتاعت زمان الجيل بتاعي والجيل العبلية ثقاتها مساقعة بكتير من البنات النهاردة. وبلاحظ ان الثقة بالنفس واحساس القيمة بيقل بشكل مزعج. عند في مجتمع الانثى. المجتمع السيدات مع ان هما الدنيا ما مفيش قيوت ضخمة زي اللي كانت موجودة قبل كده على حياتهم وعلى اختياراتهم. معي? ليه? عايز كنتفكروا في الحتة دي. ليه? ليه الستات النهاردة والبنات النهاردة احساسهم بالقيمة قل. وبالمناسبة هقول لكم على الحتة اللطيفة عشان يأكد لكم الكلام ده عند الذكور بقى في معسكر الذكور. في دراسة معمولة في حوالي امتين عشرين او تلاتين دولة من اكبر الدراسات الطبية في العالم. وشغالة ما شعب على عشرين تلاتين سنة. بيقيسوا بيسموه الخصوبة الذكر. يعني قد ايه الذكر ده قادر بيفرز افرازه المنوي خصب يقدر يجيب اولاد. بلاحظوا على مستوى العالم كله. نزول سنوي ملحوظ. حاجة تخوف. في معدلات الخصوبة عند الذكور. دي دراسة موجودة اذا خشوا على اليوتيوب خشوا على جوجل ودوروا عليها. دراسة ضخمة جدا وشغالة بقى لسنين وشغالة لسه. وليسه كانوا نشرينها في الاخبار من كم يوم. اللي هو بتاع السنة دي. ليه? اقول ذكور اهم ما اجيبش ستة بنات. لان الخصوبة عند الذكر في 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 الطب الشعوري اللي انا بشتغل فيه بقى معنى ايه? كمتو. كمتو. كل ما كان الذكر قيمة اكتر. بيبقى خصبة اكتر. كل الذكر ما قيمته قلت خصوبته قلت. للطب الشعوري اللي انا بشتغل فيه كل حاجة بتحصل في الجسم وصدها ايه? شو هو? فقادي اهو. يعني مش في معسكر البيانات بس عشي ما تتخدوش. في معسكر الذكور اهو اهو? ده دراسة مشهورة ضخمة جدا. معمولة بقالها بتاع عشرين سنة. ومعمولة في حالي تلاتين اربعين دولة. حاجة ضخمة جدا. دراسة ضخمة جدا. والنتائج فيها واضحة صارخة. نزول هبوط سنوي سنوي. مش كل ده خمس سنين. هبوط سنوي واضح في معدلات الخصوبة عند الذكور. ومش فاهمينه ليه? وعنين بقى يجيبوله اسباب طبية. اصلي التغير والمناخ. واجتماع الامم المتحدة دي من عندنا. كان فاضح يعني. معي? فالذكور احساسهم. اه الخصوبة عندهم بتقل. فده معناها عندي انا. ان احساسهم بالقدرة واحساسهم بالقيمة بيقل. طب ليه البنات ده? ليه البنات احساسهم بالقيمة بيقل? وفي المقابل بقى البنات احساسهم بالقيمة بيقل واحساسهم بالقدرة برضو بيقل. انا ما كنت في كورة طب في مرض اسمه تكيس المبايت. فكنت بدرسه في كورة طب. بس ما كانش موضوع يعني سخني يعني. يعني من يدرسوا. مادة من حاجات الامراض. انا النهاردة لو اي حد من حضراتكم طبيبة نسة او غريبة من طب من طب النسة. اي عيادة نسة نصص للبنات اللي رايحين او الستاتة عندهم تكيس. نصوه. عندهم تكيس. النهاردة اصبح تكيس المبايت حاجة مخيفة عند الانسة. حاجة مزعجة جدا. تكيس المبايت عند الانسة. ليه حضراتكم تكيس المبايت عند الانسة مزعجة? فتكيس المبايت عند الانسة. نقص الخصوبة عند الذكر. احساس عند الانسة اعقل. بليه? بقيمة. ليه? طب ما هي ما هي هي? الحدود اللي كانت بتتحط ما تتأخريش. هي بقى تتأخر عشر ونص ورجع بدري. انا ما بعملش والله ده ساحبتي بترجع اتناشر. والتانية بتبقى بره عادي يعني مفيش مشاكل. عشر ونص وبتنقشوني. اه عشر ونص متخلفين عقلي. معاني عدراتكم? فليه? القيود قلت ومع ذلك احساسي بقيمة قل. يعني مفروض القيود قلت احساسي بقيمة ايه? منطقيا منطقيا مش شعوريا. منطقيا احساسي بقيمة ايه? يزيد. انا بقى اختار. لكن اللي حصل هنا ايه? ان القيود قلت لكن حقيقا قدرتها على الاختيار قلت. بقيتش تعاف تختار اصلا. لان ضعف القيود كشف قداية ممت تعافش تختار. وبالتالي ضعف القدرة على الاختيار هو ده ضعف الحرية مش ضعف القيود. انتبهوا في المشاعر ضعف القدرة على الاختيار هو ده ضعف الحرية. مش ضعف القيود. فلانت مش عارفة تختار. ولانت ما يكون عندها ضعف في الحرية هيبقى عندها ضعف مباشرة في القيمة. فاحساسها بالقيمة قليل جدا. وبالتالي تبا ان احساسها بالقيمة قليل بتبقى عايزة ايه? حتموت. حتتجنن على حد يديها ايما? اسأليها هي? هو اسألي البنات. عارفين يختاروا? ده احدة من دول بتروح تشتري فستان بتروح معها الموبايل ودخلها على الفيسبوك. ام تلاقيها الله الله بتشوف الحاجات اللي هي اخترتها عشان تعمل عليهم متاع وتاخد القراء اللي حواليها وفي الاخر تاخد القراء وما تشتريش حاجة برضي. ولا انا بقولو ده المبالغة. فاما مش عارفين يختاروا خالص. حياتهم صعبة جدا. مش عارفين يختاروا لان احساسها اتزانها اقل. هي مش متزنة وده ما فوق نلسه هكلمكم عليه? الاتزان. هي مش متزنة اصلا. هو ما ما فيش قيود قلت. بس هي مش عارفها تختار. هي احساسها بالقلة عالي جدا. وانا بحكي لكم ذات عن احساسي القلة ليه? عشان عايز اوصل للنقطة تانية. موضح كبية رصة ومش هياخد ساعتين. انا بقولو ده بقولو في ساعات طويلة. بس الفكرة هنا ان احساسها بالقلة بيخليها محتاجة. حد يقول لها انا بحبك. باب ولازم يقول لها لها كده. انا بحبك. ويعمل عالبيه كده يعني. ما هي? ها? لازم يعمل كده. وان هي هي نور حياتي. انت نور حياتي. طب انت عملت يعشنة بنور حياته ولا حاجة. هي مجرنة موجودة كده هي نور حياته. هتعمل لي حاجة لا مش هعمل حاجة. بس هو انها نور حياته خلاص. طب ناولي تعمل لي حاجة مش ناولي يعمل حاجة بس انا نور حياته. وهي مختنعة انها نور حياته فعلا. انا بالزرد لازم حضراتي. ما لسه حاولها والله. لسه حاولها. ومنازع الرقب ومطلع على الخاتم هي بقى ايه? يغمع عليها. يبقى هو كده قدرها. ولاتي بقى بقى تقدير الانثة بجلم الذكر بالطريقة دي. يطرق خاتم متاع وهو نزع الرقب ويبقى هو كده قدرها وفقول له لو معاوه لو معاوه بلونتين كمان يبقى يشطر. يبقى فوق البيع. يبقى كده القصة ايه قضيت يعني كده مية مية. كده ماشين صح اوه. فالفكرة هنا ايه? ان الانثة اصبحت بتاخد احتياجها وكيمتها من برا. مع ان المتاحات لها وفرصها زادت لكن انا مش عارف هتختار. وبالتالي طبعا مش محتاج اقول لكم دي مش محتاج اثبتات بقى ولا ليه? حالة الرعب من عدم الامان والخوف من اللي جاي والخطر اللي جاي ده ده مش بحتاج اقول لكم عليه. ماشيين مرعبين اللي حيمصيب اللي هتحل عليهم كمان شوية. وطبعا مش شعور عالي جدا جدا بالعجز بالضعف. بالاضطهاد ان انا انثى مضطهرة. فالتركيبة دي تطلع بني قدمة سعيدة? اشتطلع بني قدمة سعيدة. اللي احنا بنعمله في برنامجنا ان احنا بنقول للانثى انت قيمة بدون سبب. يعني انا قيمة ليه? يعني ايه بدون سبب? يعني انت قيمة عشان انت قيمة. عشان انت انت انسانة. طب انا مش قيمة عشان انا معي آه معي الشهادة الفلانية? لأ. انت قيمة عشان انت انسانية انت قيمة. طب انا مش قيمة لازم يقام ماي فلوس كتير عشاب اقول قيمة. لا انت قيمة ومش لازم يكون معكي فلوس. انا لازم يكون بنت من عائلة فلانية? لا مش لازم. اناując لكن اكون آه اآ اآ آآ مثلا ليه نشاط ليه حاجة انت قيمة وانت مش امورة فضيعة اهوسي ولا حاجة. معي حضراتكم? بيربوتواك كيما بحاجات كتيرة لا انت كيما كده بطولك كده. انت كيم انت حرة. بتولك كده يعني حرة الحرية لها معنى ده خالص الحرية مش ان мин انا بعمل الليNA عايزه ان انا بعمل الليow انا عايزه ده جرام. الليبيامل واعايزه ده مجرم لان اعمل اللي انا عايزه يعني انا على الارض في قواعد وفي قوانين. انا مش من حقي ان انا امشي في الشارع واكسر الاشارة اقول انا عايزه اعمل لانا عايزه. ده اجرام. ده تعدي على حقوق الناس وعلى امن الناس. انا مش من حقي اشوفش افراد يوم قاعد فيها اقول انا عامل لانا عايزه. بيعملوا كده والله. معي? ده اجرام. فالحرية ليست على الارض. لان الارض لها قواعد القوانين. الحرية في المشاعر. انا حرى يعني انا اقدر اختار مشاعري. تقريبا انا معرفش حد يعني. ده انا عرف الف واحد مفهومش عشر يعرفوا اختاروا مشاعرهم. معظم الناس عايشة زي ايه? زي ايه? زي القطط كده. او زي الكلاب. ما قصدش اشتيمة. زي حالانات بسيطة كده. اللي هو ايه? حالة غريزة. اللي يضحك في الشي يوم يحبوه. اللي بيختاروا. بيعفوه يختاروا مشاعره. بيعفوهش. يعفوه تقيمه الوضع? يعفوش تقيمه حالة. انهم عايشين بشكل غريزي. زي اهم زي زي الحيوانات ما قصدش الشتيمة. ما قصدش اهانة. ما قصد اللي هو حال بدائي جدا. حال بدائي للغاية. واللي يقرب منه اقطع لعابته. ده هو ده الحال ده. ده مش رقي ومش قوة. ده غريزة. ده حال غريزي ضاية. لكن الانسان الحر. الانسانة الحرة بتاعف تختارها تعمل ايه? اللي يناسبها ويناسب رقيها. اللي هي حكمتها. هم? وعندها القدرة انها تقدر تتكلم وتعبر وتنفذ اللي هي عايزها بمنتعة اللياقة وبمنتعة الشياكة وبمنتعة الاحترام اللي يليق بيها. وفي نفس وقت هي متطمنة. كل ده موجود فين? هنا. ده اللي احنا بنضرب عليه في البنانجة. باقتصار شديد. يعني ده خلاص لواحد عشرين اسبوع. بنضرب ازاي نعيش? المعاني البسيطة جدا دي. ازاي نعيشها? بدون ما نحاول نجيبها من بره. انا مش محتاجها شاب يحبني ويقاها يتقبل علي عشان بانا ايما. مش محتاجها. انا مش محتاجة اثبات مستمر من الحوالية ان هم بيحبوني. عشان احس ان هم بيحبوني. وطول النهار انا اقعد بعض حضراتكم كده يعني. طول النهار اقعد اختبر في الحوالية اللي هم بيدعوا ان هم بيحبوني. اخويا ابويا جوزي ابني طول النهار بيختبر في هم. هم لسه بيحبوني ولا. واطلب منه حاجات مش عايزيها اصلا. عشان اشوفوا اعجبوها ولا لا. او هيردوا ازاي? ولا هيعملوا ازاي? طول انا اعزونا حضراتكم عارفيني الكلام انا مش عارفينه. ما تغفوش? طيب. طول النهار عايشة بتختبر الناس تشوفهم بيحبوها لا. لان هي خايفة ايه في الواقع خايفة ان هم يتنازلوا عنها. فبدل ما هي تحبوهم وتبقى دافية وتدي حنانة وعطفها عليهم ابوها اخوها ابنها. اهدا مستنيها طول النهار بتختبرهم. متلها روح نفسها وتقعوا قطعا ارفاهم. بس وما برا اللعبة. مش الموضوع عن يوم دلوقتي احنا نرضى في الاستروجيم. فهي متلها روح نفسها. طول النهار اها تختبر. انت مش محتاجة تختبر لحد. انت 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 البرنامج بيتكلم ازاي تعيشي دفاكة? ازاي تعيشي انثة دافئة للناس? دي كي انتي? ازاي تعيشي حرة? بانك بتعمل انت عايزة? لا بانك بتختاري مشاعرك. المتزنة الجميلة وتختاري سلوكياتك الجميلة الراقية. ما انتش عايشة بالغريزة. بتعيشي اميرة. انا من الانثة الانثة ربنا ما خلق الانثة. خلقها اميرة رقية. ده عافية ما تسمعوني? انا دقيق جدا فالفظي وما بقولش حاجة يعني مسلا بنفخ في حاجة ولا بكبر حاجة. هكذا خلقة الانثة. خلقة الانثة وجواها حال الرقية بتاع الاميرة الراقية دي. انتعرفوا الاميرة الراقية المتوضعة. المتوضعة مش في القيمة. المتوضعة في اسلوب تصرفاتها. بس هي جواها اميرة ايه? رقية جدا. تتعملي معها فنتاء الرقية او فنتاء اللطف. بس هي خفيفة بسيطة? لا. يا رقية جدا. هي دي الانثة حضراتكم. وده الحل الفطري للانثة. اي انثة فطرتها انها تكون كده. وما ما بتكونش كده بتدرب. بتبوز. بتضطرب. بتاعية. اي انثة فطرتها انها تكون دافية وتستوعب نفسها وتستوعب اللي حواليها بحب. اما ما بتكون بردة تلاقي اي اطرافها بردة وجسمها بارد. ده من ضمن وان نخش بها في لستة امراض بعد كده. معنا يا حضراتكم? اي انثة فطرتها انها تبقى حرة. منطلقة زي فراشة. مش انها على طول مرعوبة ومقيدة. الانثة بتشعة اطمئنان. النهاردة الانثة بقت بتشعة قلق. مش بتشعة اطمئنان. فده اللي احنا جينا بنضرب علينا. جينا بنضرب في في البنامج بتاعنا على ازاي نعيش هذه الحياة شعورا. وبالتالي ازاي نترجمها في في تصرفاتنا اليومية. انا مش ده عبارة. ما بخشش خالص نهائي في ازاي نترجمها في تصرفاتنا اليومية. احنا بنعيش ازاي نعيشها شعورا. وكل واحد في حضراتي كنا. بياخد الكلام ده ويطبقه في حياته. وبالتالي اما بناخد الكلام ده وبنتبقه في حياتنا. بنلاقي حياتنا تبدلت تماما. يعني البرنامج احنا عمليه استروجيم برنامج عام. احنا عندنا لعلاج امراض. الاستروجيم مش علاج امراض. بس حنلاحظ حالات غريبة جدا. حنلاحظ ان في بعض اللي بيحضروا الاستروجيم بيعندهم امراض بيخافوا. بيعندهم مشاكل في نسمهم بتتحسن. الاهم من ده ان حياتهم نفسها جودة الحياة بتعلى. ليه جودة الحياة هتعلى? ليه? لانها هي نفسها تزبطت. هي بعد ما كانت ذكر بقيت ايه? انثة. فكل ما كنت كل ما انت هتبقى انثة اكتر جودة حياتك هتعلى. وبالتالي صحتك هتبقى احسن فقصك في النجاح هتزيد. فقصك في النجاح هنا يعني هتلاقي شغل? اه بس مش فكرة هتلاقي شغل. انت اساسا نجحة. وبالتالي هتبدأي تعيش حياة نجحة. مبنية على شخصية نجحة. مش انك انت عايشة نجاح ما دي وانت من جوه. ده. هي دي فكرة الاسلوجين ببساطة. صح كده? قول. زكي دكتور. اه يا فني. بتقول ياريت الدكتور يناقش النقطة دي لانها مهمة. اه? ممكن ابقى في قيمة الانوثة ومتزنة وسعيدة مع زوجي وفي العلاقات وكل الشرح اللي الدكتور قالوا على الانوثة ده انا عايشها. اه. لانت فترة الانثة. برغم كده برضو عندي ضغوط رهيبة وحاسة بعدم الامان والخوف والضغط الرهيب. اه. لاني حقيقي صعبان علي زوجي ومنتهى الحب وحاسة بالظلم اللي واقع عليه ومتعاطفة مع ظروف الحياة اللي ضغط علينا. فازاي اجيبي الاتزان? وهل ده اصلا التراب في الانوثة? ولا اطراب في حاجة تانية? نا اطراب في الانوثة. اول حاجة عايزين انا طبعا سعيد من الستاذة بتقوله. بس في نقطة عايز ننبهها ايها. طراما ان هي اطرابة. يبقى انا مش عايش الانوثة. لان الانسان بيتطرب اول ما يبدأ يتبنى مشاعر عكس نوعه. يعني انا كذكر اول ما تلاقوا ذكر زهيان ومضطرب. يعرفوا ان هو عايش الانوثة في اللحظة دي. مش عايش دكور. وانوثة مضطربة. معايا? فالانوثة ما بتطرب بتبقى عايش حال دكوري. الحتة التانية المهمة جدا. ايه هي? اكبر خدمة هي ممكن تعملها الجزهة اللي صعبة لغالبان ده. ان هي تكون انسة. مايبقاش طرعان اروح ابوف اللي هو فيه. ويلاقي واحدة في الاخر مضطربة وتعبانة. يا مجرد ان هي بس بتقابله بحب وهي بتحبه. وتعب عن حبها ده ودفاها. واستيعابها وتمأننتها. هو يحصل له ايه? هذا. هيعف يلاقي حلول. هقف تصرف. فاكبر خدمة هي تعملها الجزء ان هي تكون دافية مطمئنة ومقدرة نفسها وحس بقيمتها وحرة عايشة مبسوطة وصعيدة. مش مش خاضعة للضغوط. هل الضغوط دي هتروح? مش هتروح. لا ده انا بشرها بخير ان شاء الله. الضغوط هتزيد. لان حضراتكم طول ما احنا عايشين. عندها اولاد. النهاردة الولاد لو كان عندها اولاد زادوا هيزيدوا بعد كده عائلوا على اثنين. لو ما زادوش هيكبروا. اللي هتجوزوا. ازا كان انتكهر ولا انثى. هيبقوا بعدها هيبقوا هيضبلوا في العدد. وبعد كده هيجيبوا عيال هيضبلوا تاني عددهم هيزيد. وكل دي ناس قريبين جدا مني. وانا مرتبطة بيهم جدا. اما كان بسرطة الانثى هنا. فاذا مسئولياتي هتزيد. الاحداث. لو انا عايز استعبالها مسئولياتي بانا حضرب. لكن لو احداث اللي بتحصل حواليها بتعامل معها كانثى يبقى هو ده. فانا انثى مهما حصل انا حفظ الانثى. وتعامل مع كل شيء حوالي ومع نفسي اساسا بانوثة. ده اللي هم ندرب علي. صحك يا جود? اه. بتقول انا مش عارفة ايه اللي بيمتعني وبحاسب نفسي على ده. مش عارفة احس بامتي بدون سبب لدرجة هي مش عارفة ايه اللي بيمتعها عشان هي مش عارفة ايمتها. الانثى اول ما تلاقي ان مش عارفة ايمتها تيجي تقولي ايه انا مش عارفة امبسط. انا مفيش حاجة في حياتي لها طعم. كل حاجة زي بعضها. وتبدأ بقى تخشلك في حتة غريبة وروح راملو تصرفات غريبة ويتجننوا. قال انه ما فاهمين انه هما ما يتجننوا حينبسطوا. فكل ما يتجننوا اكتر يدعوا اكتر. ويخشوا في دورة سودة. الفكرة بنتها البساطة قدري نفسك. اقدر نفسي ليه اذا انا معفنة. انا بحكي لكم فتصور يعني. اقدر نفسي ليه انا معفنة. لا انت مش معفنة. انت انسانة مكرمة. انت الوحيدة في هذا الكون اللي شايفة نفسك معفنة. فانت قدري نفسك واحترمي نفسك. وشو في ايمة نفسك. وعيش هذه القيمة بدون سبب. هبصت لقي بدأت تدوق. هفكرة الجودة الاحساس يعني هي احساس يعني طعم يعني ريحة يعني سمع يعني لمس يعني شم. ده احساس صح? جودة الاحساس مرتبطة بالقيمة. دي معلومة لازل تعرفوها. فما تلاقي الدنيا كلها مش فرقة مع اي اكل سبال اكله. اي حاجة موجودة عاملها. اه البس اي لبس. اعمل اي حاجة. ده جودة احساس. يبقى صاحبها صاحبتها مش ايمة. انا دتي مينش دعوة بالنس يقولوا عليه ايه? مينش دعوة. هيا عادة وحدها في البيت. انا مينش دعوة. ان الشعور الايمة بيزود الاحساس. الانسان اللي عنده شعور ايه معالي حس تتذوق عنده بتزيد وبالتالي اما يدوب هيعجبه الحاجة او مش هتعجبه وبالتالي هياخدها او مش هياخدها هيشم حس تشم هتزيد حس تنظر هتبقى اتصار حدة حس سمع هتزيد مش هيقعد يسمع زبالة بيقعد يسمعوا اغاني زبالة مزيكة زبالة وكلمات زبالة مغنين زبالة ويقعدوا معاهم مفرحانين ده معناه ايه انها مش حاسة بيمتها ملاش قيمة ملاش قيمة فعشان حضرتك يا تقف تستمتع بحياتها تبدأ تتضرب على ايمتها الاول اول ما تتضرب على ايمتها هتلاقي اوتوماتيك بدأت تستمتع بحياتها الصوت يا جماعة الصوت 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 طب دكتور هو اصلا كان باقي السوقات طب تكملي باقي السوقات اه ان هي ما بتحسش بيمتها بدون سبب لازم تفزي المجهود عشان المجتمع وزوجها هيقدرها بس هي داخلت غلط مش هيدي الايمة وبتروح تحن على الاخرين عشان يدوها الايمة بس هي ماشي السكة الايمة غلط هي الايمة كده من عندها ولا من عند الجران عمرها ما هتعيشها لان الجران عندهم امساك واسهال وارتكارية وحاليتهم صعب فضل الله هيقدروها محدش فضل لا يقدرها انا انا بقولها بشكل كومي دي عشان هدحكوا بس هيدي حقيقة ايوه هي هموا محتزين من نفسهم احايدهم باقيها فيقين لمونة اه ده مونة ايه ما اوي ما شاء الله انت ايه ما خالص يا مونة يا حبيبتي والله محدش فضلها اصلا ده طلعان اروخ ابوه كاي جزر مجردها الجزر باربها ولا ابنها عامل لها مصيبة واخت مخدرات اه مش فضل مش فضلين لمونة اصلا عشان يقدروها هي بتقول انا بقول لي محدش يستاهل وفري جهدك هي تستاهل فهي بتقدر غيرها بتعمل التصرفات اللي هي بشايفها تصرفات تقدير عشان خاطر الاخر اعملها عشان نفسي انا انسانة مقدرة ليا فهي انسانة مقدرة وراقية لمين ليها هي مش عشان خاطر الجران ولا عشان خاطر جزهة ولا عشان خاطر عائلها هي انسانة مقدرة وبتتصرف بتقدير وقيمة ولياقة لنفسها مش لحد وفي الحالة دي هتلاقي نفسها مش محتاجة تأدير من حد وحتلاقي في الحالة دي بتستمتع بالحياة لان الكائن الانساني اللي مش غير المقدر ما عافش يستمتع بالحياة يعني الحواس ما بتشتغلش بتقع ضعيفة جدا بتقعي ما عافش يدوق حلو ما عافش يشم حلو ما عافش يمبسط بتقول اذا الفتاة اكتشفت ان هي مش متزنة او مش على الفطرة على طول عصبية ومش متعودة على الود وقلقة فتعيد نفسها زي للفطرة والاتزان وبتقول ان موضوع الجامعة او الشغل مسألة حياة او موت بالنسبة لها هو الجامعة او الشغل مسألة حياة او موت هو ده اضطراب حتى زي وانا انا فكرة انا مش ضد ان الانتة تستغل نهائيا وانا من اكتر الناس اللي عرفهم مع ان الانتة تتعلم وتعلم اعلى تعليم بس ما تاخدش الانتة فطرتها انها هتاخد الحياة برفق ومتعة وبساطة مش بمسئولية وضغط حديكم مثال من حالة عندي انا بعمل مجموعات علاجية فالعام عندي من ضمن المجموعات علاجية مجموعات علاجية لعلاج الام اسفل الظهر بعملها اونلاين وبيلحضرين من دول مختلفة فاللي باقول لكم عليها دي مش مصرية مش فاكر من اي بلد اظن من قد تخبر من الجزائر او من لغة مش فاكر بتقول لي ايه هي الام اسفل الظهر مرتبطة بشعور المسئولية فالانتة اللي بتشعر بمسئولية عالية جدا عن بيتها وعن ولادها وعن حياتها وعن جوزة بقى وجهها قولا واحدا موضوع منتهي يعني اي واحدة دهرها بوجعها هي عندها مشاعر مسئولية تجاه اسرتها وتجاه اهلا ولو اي حد من حضراتكم دهروا بوجعوا معندوش مشاعر دي ام يقفر فعيده معايا حضراتكم فهي بتقول لي ايه انت كنا مك صح يا دكتور بعد دي كام جلسة بقى بقول لها ليه قالت لي انا الوجبة الاساسية عندهم زي غدا متأخر كده فقالت لي انا ما بحضر العشا لجوزي والعيالي وابقى حملة همه واخد الموضوع ب لازم يحضر لهم الاكل ولازم يكون الاكل مناسب ولازم يكون الاكل رسعي ومش عايشة في الدور اوي كده ضهر وجعني اما بخش المطبخ وعلى غني ورقص وعملهم هو نفس العشا ضهر يميجعني انا بشرح المثل ده انه عجبني جدا لانه هو بالزبط بيوصف الانت هل هي ما حضرتش العشا في الحالتين حضرت نفس العشا بس الحالة الانية واخد الموضوع على قلبها اوي ومسئولية وواجب ولازم وصح وغلط عايش الحال بالطريقة دي جدا ده هو عجاح لانت ما تستحملش الجودة ربنا خلقها كده مش انا اللي خلقها ربنا اللي خلقها بينما اما راحت عملت نفس الجهد خد بالكم في القصة مش في الجهد اما راحت عملت نفس الجهد وهي حاسة بحرية وانطلاق وبدراني بتقولي بقى في المطبخ وغاني وارقص واعمل وابتاع وعملت نفس الاكب ده هو ده دي الانثة الانثة ربنا خلقها انها هتقدر تعمل اللي هي عايزها وهي ايه مستمتعة مفكوكة كده لذيذة الانثة كل ما بتشعر بقيمتها اكتر وتشعر بحريتها اكتر بتفك بتفك يعني لو واحدة قاعدة اي سيدة قاعدة ومسلا يكرموها يبقى فيه تكريم زي لاني عظيمة وانت عملتي وانت ساويت هتلاقي ايه تلاقي تزحلقت في الكرسي مش بحزة بالمصحب والله بحزة هتلاقي تزحلقت في الكرسي وجسمها فك لو ذكر بقى اول ما يجوا يكرموها وهم كده يشد لان الذكر فطرته الجدية والمسؤولية هل هي اللي بيكرموها دي وفكت دي ما انجزتش ما انجزت بس هي فطرتها الفكاكان والفكاكان ما بينجزش بينجز ودي حتة بقى اللي بعراننا الرابط دعكوا علينا انت عشان تنجزي وتبقي ناجحة تبقي راجل لا فعلا انا اقدر انجز وابقى ناجحة وفلة وانا انثى ومفكوكة كده وما يصف حالي كده وسعيدة جدا بحالي انت ملقى لك مش انت الحاجة انت عايزها خلصت معايا حضراتكم فالفكرة هنا انه بقى ان هم عايزين يذكروا الانثى عشان يدمروها في ناس لها مصلحة ما عارفش هم مين بس في ناس لها مصلحة فالفكرة بمنتهى بسيطة جدا الانثى فطرتها الليونة النعومة والليونة واللعومة مش معناها مياصة ودلع ونبس وميكب على فكرة المياصة والدلع والنبس وميكب حقيقة مش عايز اخدوكو بس مش مهيش 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 بس ده موضوع يعني معقت شوية بقى شحورك وبعدين لكن الانثى الانثى الانثتها في نعمتها طرية 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 اما تتكرم تلافكت كده اما تبقى فرحانة تلاقي مفكوكة اما تبقى اه حاسة بقيمتها تلاقي مفكوكة مش 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 الزكرة عكسها اوه ما حاسب قيمته يقف ينشف كده ودهر وغفت هم فهي هي حالة حالة والذكرة حالة فهي مش مفروض ان هي تتخلى عن حالها وتعيش اخوال الذكور علشان هي تبقى انثى وصلت كده ولا موصلت تاني شرحتها ولي بقى اه بتقول العكس هل ينفع اعيش انثى بدون ما اشتغل لانه مليش حظ بشغل اه طبع ينفع تعيش انثى من اشتغل وهل اهلي هيقبلوني بذلك دي مشكلة تانية بقى بس هيه ينفع تعيش انثى من غامة اشتغل طبع ولو كان اهلها ناس يعني ما احترامي ليهم فهمين يعني ايه انثى بنتهم انثى مهم جدا ان هما يكرموها وهما يقوموا بيها يعني اي اب انا كاب لو انا لو يمكن لو حتى لو يمكن اقبل ان بنتي متضطر للشغل طبعا ربنا مقدرني هشيلها شيلها مدينة طبعا تماما بحسنا اما تعمل لو عايز اشتغل لنفسها كده بتستمتع ومبسوطة عايز اتعمل نجاحات بس مشتغلش متضطرة للشغل وطبعا دي غلطة بيقع فيها لعائلات دلوقتي بشكل كبير جدا وعائلات غنية جدا والاسف بيقبروا بناتهم عالشغل بس هي اللي اتعمل اتعمل بس لو عايز تتسألي افرق ايدي بس الاستاذة بتسأل بتقول لو هي اضطرت ما فيش حاجة اسمها اضطرار هي اختارت ان انا مداتي ما عنديش مصدر داخل فانا هشتغل عشان انا ما عنديش مصدر داخل فانا هشتغل انا اخترت اشتغل عشان انا ما عنديش مصدر داخل وحشتغل بأنوثة برضو بأنوثتي مش هشتغل بأنوثة انا هروح لهم وحطى رجل على رجل وبكلمهم كده وبتالي لا هشتغل وعمل شغلي بس انا أنثى مش راجل وفي نفس الوقت بتطلع ان حياتي اعيشها أنثى ولو انا مش عايز اشتغل فاعرب برصة اقدم ما كونش فيها أنثى وما بشتغلش ليه لا ببساطة يعني ناخد حياتنا ببساطة وسهولة ويوصر كده بدون تعقيد يعني المرأة دورها روحاني مشاعري لا يا روحاني دي بكرهة المرأة الروح عاطفي كلم자 روحاني دي بيوسق استخدمها الخامرة مشروبات روحية f5 مش لعبتنا خالي الروح دي من الأمن ربي مش لعبتنا المرأة دورها عاطفي 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 جدا'! نسكيب كلمة روحاني المرأة دورها مشاعري غير ملموس فلماذا هي التي تقوم بنظافة البيت وهذه الأمور متعبة جسديا. ولما تطلب من زوجها يبي يساعدها يحس انها تمس رجلته ان منفاش يطبخ ويخسر ويمسح. بصي بصي. الانثى دورها عاطفي تماما. واي دور مادي للانثى بتعمله لو حبت تعمله بتعمله تطوع. ومهم جدا ان الذكور يفهموا كده. طبعا للاسف المجتمع مش مزبوط كده يعني اول واحدة عتقاف لها ما. مش مش هم يعني. فالمجتمع مش فهم كده. لكن دور الانثى المادي دور الانثى ما نهاج دور مادي. الانثى دورها في العلاقات دور عاطفي تماما. تماما دور عاطفي. والدور العاطفي ده موضوع كبير. يعني ده موضوع كبير جدا يعني. لان الستات معظم ومضاعين حياتهم لهم مش ايمين بدور مع عاطفي. يعني لسه حتى كنت بتكلم في الموضوع ده من فتحة وجيتة جدا يعني. يعني ستات بيقعد يشتكوا من الراجل البخيل. الستات في المشاعر ابخل من الرجالة في الفلوس. في العلاقات الستات في المشاعر ابخل بكتير من الرجالة في الفلوس. ناشفين اوي. نعم. ناشفين اوي. جدا. جدا. وما حدش بكلام هو مدين وده اه يعني دينيتي ان شاء الله الفترة الجاية انا هشتغل جامل على الحتة دي. لان لان مهم جدا ان ان انت 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 بالطلبي ان هو يكون يقوم بدور المادي. ده حقك. ان هو الراجل مش راجل لو ما عمش بدور المادي. بس انت كمان مش انثة لو ما قمتش بدورك العاطفي. والحتة دي مهمة جدا. طيب ليه تشعر الانثة انها على زوجها او والدها. علشان هي فهمة غلط ان هما ان هما ان هي مفروض تصف عن نفسها. ده هما ربنا بقول ايه? الرجاله خوامونا على النساء. فهموها. خوام يعني ايه? خائم. خائم عليها يعني يعني بيشوف مصلحتها. ربنا خلق الراجل احد مظاهر الظكور ورجولة القيم على الانثة. الانثة دي تطلع امي تطلع اختي تطلع امراتي تطلع بنتي تطلع خالتي تطلع امتي تطلع واحدة في الشارع مزنوقة. ومحتاجة مساعدة وانا ما عافاش اصلا ومش هشوفها تاني. الرجاله قوامونا على النساء لان هي دي احد مظاهر احد اهم. حتة خطيفة جدا. احد اهم مظاهر اللجولة. والذكولة القيم على الانثة. وبالتالي يا معده تمشي في شاء وتتعاكس. دول مش رجالة. دول مش رجالة. دول مطالبين جدا. فكان سؤالك ايه? ازاي ازاي تشعر ان هي عالة عليهم? فها مش عالة. ده الانثة بتشرف الذكر اللي بيصرف عليها. وان بقولها بمنتهى الثقة وبقولها لكم منتهى الوضوح. الانثة اللي بتسمح للذكر انه بيصرف عليها بتشرفه. مش عالة عليه. والذكر الذي لا يرى ذلك. بن قسين معافي. بوضوح. طيب الدكتور ذكر ان الانثة وظيفتها الصيانة والاستيعاب. ممكن امثلة لكيفية تطبيق هذه الفطرة? الانثة لها دولين السين. مصرح نكلم فيو? لها دولين السين. الدول الاولاني اللي هو كنت بسميه الصيانة او ما زلت بسميه الصيانة انها بتاع الانثة تجيد تقدير الاخر. مش بتنافق. بتوجيد تقديره الاخر. فتعرف تشوف المزايا اللي في ابنها المزايا اللي في جوزها. المزايا اللي في بنتها. المزايا اللي في امها. المزايا اللي في ابوها. وتعرف تقدر هذه المزايا. المهارة دي مش عند الذكر. قطعة مش عند الذكر. دي مهارة فطرية ربنا عطاها الانثى. انها بتعرف تشوف قدر الاخر. وتقدره. فمهم جدا للانثى نمر واحد انها تقدر نفسها. علامة تقدرها عن نفسها انها بتشوف نفسها قيمة. لان انت لو معرفتش يتقدر نفسها. يبقى عمرها متاعف تقدر حد. يعني ايه تشوف نفسها قيمة? يعني لو بصت في المراية ما تبقاش مشغولة او بالفسوسة اللي تراها. يعني تشوف هتعليكها. بس تبقاش موضوع رعب. وهي خلاص اتدمرت وحياتها ضاعت. فدايما انشافها في نفسها العيوب. يعني لو جبت مني سيدة. وفرقتم عن مراية كل واحدة دقيقة. غالبا خمسة وتسانين منهم منهم على اقل. مش هتشوفه في المراية اللي عيوبهم. مش هتشوف ايه جمال. يبقى هي بتقدر نفسها? نتقدرش نفسها. وبالتالي ما تعرفش تقدر حد. ولو قدرت حد هتبقى بتقدره عشان هو يقدرها. فلو هو ما قدرهاش زي ما احنا سمعنا من شوها بنح السؤالة وبالكده. بنت انهار. لكن مطلوب الانثة الصيانة هي تقدير الذات. تتعلم ازاي تقدر نفسها بدون سبب. انا قيمة. طب انا مش امور قوي مش حلو قوي زي صحابي. انت قيمة. انا مش ضدي الاهتمام بالشكل عفاق. مشغولة جدا بلبسها وشكلها ومزارها وبطل. ويا تبقى عمود اطلتها. اطلالة 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 بتاعتها. اطلالة بقى سجادة الحمرة والطل. معايا حضراتكم حاجة تفقى. في علاقتها وخصوصا مع الذكر اللي هي مرتبطة به او حتى عيالها الذكور. علاقتها مع الذكور بالذات. قيمتها مش في الاطلالة ولا في اللبس ولا في الحالات دي خالفة. حاجة دي مش مش غلط. مش وحشة. بس دي حاجة ثانوية. فوق البيع. تعالوا ما تشتري كيكا مت زينة حلو? الطعم في الزينة دي ولا الطعم في الكيكا? الكيكا انفتها. انها انثة. لان الذكر. الذكر فعايز ايه? انثة. مش عايز الزينة على العكيكا. ممكن تلف تنظره. بس مش هي دي اللي هتخليه ماسك فيها وحبيبها ومتمسك بيها. اللي هيخليه مرتبط بيها التوبات شديد اذا كان جوزها ولا ابناها ولا ابوها لأي ذكر في حياتها انثتها. كم هي انثة? كم هي اقدر نفسي واقدر الاخر. ومش هتاعف تقدر الاخر اذا كان بتقدر نفسها. كده جوبت على الحتة الاوانية. الحتة التانية ان الانثة دافية. الانثة دافية مسندة دعمة يعني ايه? عايز اشرح لكم دافية في كلمة. اهم حاجة عند الانثة الانثة مش الانثة الانثة. اهم حاجة عند الانثة هي انها تكون. حسب دفء اعاطفي وحنية. على نفسها. فما تلاقي ان هدفك اللي عايز اتحقققيه اهم منك اعرف انك رايحة في ستين داعي. وده معظم البنات في الستات المهربة اهدفها اهم من انا. تفاهمين يعني ايه هدفي اهم مني ولا اشرحه? اشرحه? طيب. يعني مثلا انا لازم اخد الشهادة دي. انا لازم اخد المنصب ده والوظيفة دي. انا لازم اوصل لله ما اعيزاه. وموت نفسي في هذا الوصول للهدف على حساب راحتي. على حساب مبادئي. على حساب اه اه صحتي. على اي حساب. المهم اهدفي. ععافيني الكلام ده انا متعفوهوش? ده حال الانثة فيه. لا مش باعة ما بتقدرش نفسها. الانثة فيه قاسية على نفسها. حال قسوة. واصعب قاسوة عند البناء الدين قاسوة الانثة. واول انسانة انتي قاسية عليها لو كنت قاسية هي مين? انتي. فالانثة ما بتكون قاسية بتلاها بردة. انا بسميها بردة. بردة هانا مش تيمة. بردة بتحس ببرودة فاعلان في جسمها. تلاها غالبا غالبا هتباني برودة في الاطراف. كفين او برودة في القدمين. واحيانا بتبقى برودة في الجسم كله. او اجزاء منه. اول ما تلاقوا برودة. اعرفوا ايه? قاسية. قاسية دي على مين? نمرات عليها. طبعا نمرات لين على مين? على اللي حولي. ان هي قاسية على نفسها واحنيين على بابي? طبعا قاسية. قاسية على نفسها. ونعمة واحنيين على مامتها ولا على اخوها ولا على اختها ولا لا طبعا. فالانثة دورها الاساس هو الحنية والاستيعاب الدافئ لنفسها وللاخر وتقدير نفسها وتقدير الاخر. ده دورها الاساس وهكافي تفاصيل كتير. صحيح. تعطي الحب والدفء والحنان ده بدون ما تكون حاصل عليه من الام او الاب او الزوج اصلا. وهذا بقى كلمة ديفعة. حضرتك هي ما بتعطيش. هي بتعيش. ايه السبب ان الستات ضايعين? وما قول ضايعين ضايعين. يعني بقولها قوة ضايعين. يعني انا اشتغلت في حياتي انا زي ما قلت لكم في مقدمة لقدمت لكم عن نفسي. انا عند اربعة ستين سنة. فانا اشغال في موضوع الاستشارات الجنسية دي من سنة 24 سنة. من سنة بخلص كليل طب. يعني انا بعمل استشارات جنسية للذكور وللاناث من حوالي اربعين سنة. المشكلة الستات كلهم تقريبا. يعني من اندر ما يكون اني قابل ستة غير كده. انها بتعتبر ان علاقتها الجنسية مع جوزها دي هدية هي بتديها له. لو ما استهلش والله ما حيشوفني. يعني ايه? يعني كأن هي سلعة عند نفسها مش عند الجراند. لو لو حبيبني وحبها احب اكون معا. مش كده? لا. اتجوزنا وحيقرفني والله احدا تقول لي ايه? والله بالنص كده. والله وسيت على مستوى راقي راقي جدا يعني ما تتكوش مستوى على جام الشارع على بتاعه. يعني ما شاء الله عليها في منصب كدير جدا في البلد دي. بتقول لي بعمل ايه? انا بخش انا ييمو. انا ييمو. معايا حضراتكو? واقوم بعد ما ينعز بقى هو? اقوم قايمة كده. وقاعدة. وقايبة عاملة نفس كوباية قهوة. وكتاب. ولايت نيوزك واقع بقى قارب ما زيه. الساعتين دول هم اللي في اليوم. دي واحدة يعني ليه بعملته عمليته دا هيا المفهمين? يعني هي مش عايشة. دي متجوزة حضراتكو. يعني عملاتي بتكلم سلوكيا مش بكلمش شرعا ولا قانونة شرعا وقانون منجوزها ومخلفها كل حاجة. لكن الحال اللي هي فيه ده حال انثى بحياتها الراجل وبتقيش معها لحظات حميمية عطفية جنسية لا بتعفاش. انا في الاربعين سنة اللي اشتغلتها في القصة بتاعتي دي ما قابلتش انا هقول رقم احتياطي عشان ايه يعني انا ما عدتهمش بس هقول رقم احتياطي ما قابلتش خمسين واحدة ست بيوصلوا لحالة اشباع جنسي مع زوالهم ما عرفهاش معظم الستات ما يعرفوش يعني ايه اشباع جنسي في القرارة الجنسية ما عرفهاش اصلا يعني بكلموا عن عنها كاني بقول ايه اني هو ايه اللي بيقولوا ده والكلام ده موجود على الارض او الله موجود ما تعرفوهش اصلا وبيفتكروا ان المشكلة عند الذكر لا المشكلة عندك انت اللي اول انك بخيلة جدا في مشاعرك وفي عواطفك وفي تعبيرك بخيلة جدا بس ده مش موضوعنا جدا كده جوابت على اسرها جوابت ماشي صحة والحمد الله بتقول طيب يا دكتور لما الانتة في بيتها تعمل الاشياء باستمتاع وتشتغل في بيتها وهي مبسوطة وترقص وتتنطط زي ما بتقول ويجي زوجها وابوها واخوها ويهزقها انها عديمة المسئولية وانها بتتنزه وتحب تتبسط وهم ارفانين في الشغل وهي عديمة المسئولية انا اقولي انا وما كانها انا وما كانها يصعب علي اه عالم غلابه وضعه يعني 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 ربنا يكون في عونكو انا هدقيله عالم ضعه وانا ما يحمد ربنا ان هو عرفان وطلعان الروح امه وربنا كلمه ونمراته مبسوطة ما كان ممكن يرجع ايامنا كده وتطلع ميتين امه هو كمان واخوها لكن هو فاري الفاري فاري ما هتعملوه ايه الفاري فاري فهو فاري فهي تحمد ربنا تقولي الحمد لله ان انا مش فارية وربنا اهديهم لا لسه العمال كتير اقول ما هو عشان فيه بقى يا استاذي بقولت احنا بنتهم ان احنا دايما بردين الايجابة ان احنا فعلا دايما بردين تب ممكن تطلعي على المايك وتناقش الدكتور لا لا اطلع على المايك اطلع على المايك طلعني فتحتي الموضوع بقى حضرتك بتقولي ان احنا كستات دايما بنتهم ان احنا بردين الايجابة بتاعت اه هو اللي بيتهمك انك اللي بيتهم الانثة مراته او غيرها او يعني الزوج بيتهم مراته انها برده ليه لانها برده لا بس هوا المعنى انا ببقى عايش حالي طبيعي جدا حزام حضرته السنة حال الانثة ان انا ببقى فرش جدا وفي البيت ببقى مستمتعة بيه وبرقص وبغني وبعمل كل حاجة اه بس انت في علاقتك بيه برده لا بالعكس اه هو مخصوص جدا في العلاقة بس هو بقى في النقط ان هو يدخل البيت ولقيني فرش يقولي انت ايديك في المايل برده يعني انت في البيت اه لا ده حاجة تانية كده وصف تانية خالص ده كلام زي اللي هو يقلته كده انت مش حاسة بالدنيا بالضبط انه زي ما قلتلك هو يعني حظك انك مجوادها هتفقري حبيتين اه هو واخد باقى فايه بقى يعني استفقيل ربنا هديه طب وبالنسبة لان انا اه هو عايزة اجرب خلي المرة كده خلالي يجي يقلبي هلو نكهد وحريقة وانى قل له تحب ده من ده ولا تحب من ده لأ يروح قال لي بقول تربيت ده بقى اه بدأت سي ليه كده اه قل له خلاص يبقى مارجعت ليه مبسوطة ومنسعالش بس وخلص وخلصت شوية. وكده شافت درس عمل يعني. بالنسبة بقى لان انا مسلا بربي تلات ولين. نه. تلات ذكور يعني. اه. تمام? ازاي علمهم هم عايشين في دور الرجل كسيب وانا كست ابقى عايشة دور الانثة انثة. حاجة بقى عمرك ما هتعلمهم رجال كسيب ابوهم العلمهم. وازاك انت لو ديكي دور في الموضوع ده. دوري انا ايه? دورك انت ان اجتنابك نبه جوزك خد عيالك معاك خرجوا معاك علمهم زيبوا رجالة شغلهم في الصيف ايشغلهم يعملهم الجالة. انا بدأت بالفعل اعمل كل حاجاتك بطولها ده مع الولد الكبير. اه. هو خلان تلاتاشر سنة. حلو اه ومعهم كله بس الكبير ده حلو اه بداية حلو اه. بالنسبة بقى اللي هو. فانت ما تعمليش انت الكلام ده اللي يعملوا مين? لا انا بقيت خلطه مع شغل بابا يعني هو متواجد حلال مع بابا. بابا عنده عمل خاص? اه عمل خاص. ده احفر. وديهم له. اه. صدريهم له على طول. على طول. من مدرسة على الشغل عنده على طول. ويشتغلوا وياخدوا مرتباته انجور ويدفعته شغل. واياك تتدخل لما يجوا بسلا تعبنين ولا متعورين ولا ابوهم ملطاشهم. ولا بتاع ما تقديش الحنية ما تشتغلش معاك. مالكيش دعوة. انا دوري معاهم ايه? دوريك معاهم ان انتي تدعي لهم زي ابوهم كلا. رجعهم الشغل. باشا الله عليكم. حلوين. حلوين. اه كويسين. ما تتطم ما تقديش بقى. انا عليهم حبيبي تعبني. حبيبي. بادلتوا من باتوا يا حبيبي. انسي بقى الكلام ده اني ودي بستين داعي يا حضر. ساميب شكرا لحضر. اهلا بك. اسأل ولا ناخد مقاعة? اه ناخد مقاعة. بس انا عندي اسئلة حلوة. عندك اسئلة حلوة اما عندهم برضو هنا اسئلة حلوة اكيدة. طب سينا حدونا اسوقتة دي. نصف ساعة. الفضل ايه? نصف ساعة. نصف ساعة. تبالغها لحاجة. انا هاخد حالات. يعني ايه? يعني ايه حالات? حد عنده شكوى ما انا موضوع عايز يلاقي له حال. صح? زي استاذتي كده او مدعوط يعني ممكن تكون اكسر لو حد عايز. اخد من هنا اتنين ومن اونلاين. دكتور ممكن توضح نوع الشكوى اللي تحب تستقبلها? عضوي يعني ولا مشاعر في الانوطة? ناخد عضوي? لا مشاعر علاقات. عايز مشاكل علاقات. اه. يعني مشاكل مثلا في الاختباط مشاكل مع الزوج مشاكل مع الاب مشاكل مع الام حاجات زي كده. حدريتك? تفضل. انا عاكم تفضل يا حدريتك. طيب. اه. 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 انا عندي باترن بواجهه دايما. اه. ان انا اه. لما بدخل في علاقات او بحاول ارتبط بيقرب وبدين بيبعد. فانا يعني اشتغلت كتير وبعد الاستروجام عرفت ان كان فيه جوايا حاجات كتير اوي زكورية. اه. وانا طبعا لو من الشخصيات اللي كان فيه مشكلة في المسئولية في الاب. فانا بقى شيلت الليلة وانا الراجل واللي هشيل للدنيا وما حدش هيعملي حاجة. وانا هشيل الموضوع ده كله. وبهدلت نفسي يعني من الاخر. بس مش عارفة ايه سير الباترن ده. يعني انا اشتغلت على نفسي. طيب. بس موجود. حقا لي بقى. الباترن ده مش معناه ان انت المشكلة عندك بالضغور. هو بيحصل في حياتك. بس اخد بالي. احنا عايشين في عالم وفي ناس تانية موجودة غيرك يعني. فكون ان هو ان يجي اكتر من شخص يتقدمولك وينسحبه. شو ده? مش معناه بالضرورة ان ده نمط انت السبب فيه. يعني بس عايزة اوضح لحتة ده. لان لان فيه عند الناس مفاهيم واحوال اه مغلوطة برضو. فممكن يكون هو شاف فيك حاجات ما تناسبوش. وانتي تحمدي ربك ان هو شافها لان هو ما كان شايفين في اصلا. انت فاهم ما اصلي? اه اه. فهي يا بركة هجامع يعني. ف ف بس انا عايزة اجابة على الحتة دي. اول حاجة مهم جدا. فكرة ايه? ان انا اللي بجزب النمط دلية. ارجوكوا اخلاقوا من ام الموضوع لها. ارجوكوا اخلاقوا من ام الموضوع لها. اللي بيحصل في حياتي انا جزء منه صحيح. بس فكرة انا قاعد بجزب واقاعد بعمل والمواجهة دي انا شايف ان هي ايه? يعني خنقها. بالمنطقة البساطة. ايه? انا فالمطلوب من حياتك تهتمي بانستك. اوكي. وتركزي فيها وتعيشيها وتستمتعي بحياتك. يجي هو يمشي. يجي هو يقع. يجي هو يكمل. انت في الاخر هتقولي اه او لا. معي يا حزين? ان ده دور الانثة. الانثة ما توقعش تضعها يا راجل. ولا توقع تفكر فيها حتى. يعني حاجاتكم في عالم الحيوان. الحاجات بتتمي الحاجات اسكة من هنا. تلاقي ايه? الذكرين قاعدين بيتنطخوا. طااخ. ويتشوفوا منازر دي? ويرزعوا رأسهم في بعض. ويقولك الصوت مش حايف بتسمع على بعض اربعة كيلو من مش هزار. وتلاقي اما بتنطح على انثة. بص على الانثة بقى. لزيزة جدا. اه انا بتاكل عادي جدا ولا بتبصلهم. والله ما بتبصلهم. يعني يعني حتى مش بيقول ايه? هو مين فيهم هيكسب? تبص كده مين فيهم هيكسب? والله ما بتبصلهم. ده بعدة بتاكل. وبعدين بعد ما يعودوا ينطحوا بعض الهات ما راح فيهم يتدردر. اللي ما تدردرش بقى فاز. راح لها. تروح له تقول انت حبيبي. تروح تجريلها 15-20 كيلو تقطع على نفس امه. علشان تقتنع ان هو شريحة. ما يا حضرت ايه? انا بقى عندي مشكلة في الموضوع ده ان انا ام يعني مش عارفة ايه الفكر اللي حوالينا او خلا. ايه ما تفكريش لا في الفكر ولا توجعت منك. يعني ازي فانا انا عندي مشكلة مش بعرفة ايه الهادية كده اللي مستخدمية. عشان ما تش انثة. اوكي. مفيش مشكلة دين انت منش انتك فعلا. نتعلم. اه ده اللي بقوله لك مره. فمش ايه بقى فكرة. في مواضيع كتير فيها انا مش ذكر. انا مقدامة جدا. بس الفكرة ان الواحد ينتبه وصحح. فالانثة اول ما تلاقي اي بنوتة مشغولة بذكر. ما تقدم لهاش. وزي ما يقول المصفين زي ما انا مامي بيارده يعني اي مهتم ومش مجرد مسلا بيهتم بيه وبيتكلمها سبعة اخير. لا. رح لها بيتها وبيتقدم وعيش تجوز واخد الموضوع بجد. ساعتها فكرة فيه. لو شغلت نفسك بيه قبل كده يبقى انت بضع عمرك. اياك تشغلي نصيحة لو بقوله لبنت خلال ربنا. اياك تشغلي نفسك بواحد مش بيجي مش جد ان يرتبط بيك. اياكي. فانت اما يتقدم لك خد الموضوع بجد. وفي نفس وقت اما يتقدم لك ما تعقديش الموضوع. لو ان هو شخص مقبول بالنسبة لك. فيه اساسيات القبول. مدهة الموضة بيعقب الموضوع بدون داعي. وزي ما يكون شطارة ان الموضوع يتعقد. ده انا انا شفت مسلا شاب شاب جميل في والله يعني شاب جميل ما اصدش جميل شكلا هو حتى شكلا لطيف. بس اصد فيه كل مقومات اخلاق ومؤدب ومتعلم وعنده بزنس ومنون جميل بتاعه بيكسب منه كويس جدا وتقدم لبنوته وكان بيحكيلي كان فرحام بيها جدا جدا جدا. عارج جهازها بازت ليه? ليه? عشان هو سكن في المعادي العمارة بتاعت ابوه. وعنده شقة هناك شقة جميلة جدا في المعادي. وابوه مات وامه في سكنة في شقة في العمارة. فهو مش عايز يبقى عن امه عشان يبقى يسأل عليها. لانه ملاقاش غيره هو وحيد امه. هي مصممة ان الشقر تكون في مصر الجنيدة مع امه. باز الجهاز. خيروا هزا الموضوع. وبقى اخد باقي ان منطقه ومش غلط. يعني هي يعني هو هو مع امه معندهش غيره. اه معندهش غيره. فكونوا بيحتمل بامه انا كأنت اعرف ان ده درجة محترم. نهاية. انتوا ام عايزة ان بنتها تتجاوز جنبها. يعني درجة قالوله ان انت امه نتماسك جديدة. دخلوا هزا. ليه يعني? رجل عنده شقة جميلة جدا. ان حاجة محترمة. وامه سكنة في نفس عمارة. ايه المشكلة? فاللي عايز اقوله. بق ليه بحكي لكم? فبحكي لكم حكاية دي ليه? لان احنا اصبحنا بنعقد السهل. بنعقد السهل. النهارده انا انا بكره بسرطة ده وقتي. انا بنوتا انثة جميلة. وتقدم لي واحد بمنتهج جدية. وجد في العلاقة. اعدت معاه مرة اتنين. لقيته انسان محترم. وحبيت قعدته وارتحت له. واهلي سألوا عليه وشافوه لقوا رجل محترم. وسمعته طيبة. مش هلاس ولا لعبي ولا راجل اي كلام. يبقى ازان كده خلاص. الماديا يقدر يقوم بالجوازة ويصرف عليها. انا مفيش حاجة اسمها الراجل انا حسعبه. انسي موضرك. طبعا بقى انسي. مفعش تساعد الراجل في جوازتك. تعلمت. اه. واخده باني? فخادر على الزواج حلو انا مفتح له حلو قوي. اتجاوز امتى وفين وانا تب الكلام بالطريقة اللي سرحنا. ببساطة بساطة 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 ما هتعقدوش الدنيا. طيب انا عندي كمان المشكلة الاساسية اللي هي اصلا عملت الاضطراب اللي عندي ده كله. احساس ان انا بابايا مش عايز يصرف علي. ده الاحساس الاساسي. فانا عندي مشكلة في استقبال الصرف. اه. وعندي مشكلة اه في ان انا ينفع ها عاود كده الدلع. يعني عندي هزي المشكلة. طيب اعمل ايه? خلاص انتبهي ان دي مشكلة هتواديك في داعي. وادي الدلعي. حضر. بساطة. فاول ما تلاقي نفسك المشكلة اشتغلت كده. انا عندي مشكلة ان اتدلع. انا شكلي كده هتدلع وقفانا من نفسي. ثم انتبهي الله انت انا بادي نفسي في ستين داعي انا شغلتها اتدلع. مش انا انثة. الانثة شغلتها تتدلع. ربنا خلالها كده. انتو المعقدينها. ايه والله عزيم انتو الخربينها. رجالك خربينها من ناحية. بس ايه انتو عايزين بتلبسوها لرجالة ورجالك خربينها بلا شك يعني موضوع منتهي. بس كمان انتو منيليلها زيادة. فحضرتك انت شغلتك تنتبهي انك انت 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 انك انت تختاري حياة سهلة جميلة مريحة ده حقك. ده يعني انا مجرد ما هبقى انا انا هعرف الاقي مجرد حضرتك ما بقيت ما عيشتي انتك اكتر حتلاقي حالة كله تغيره. لزيك انت بي لانتك انا انتا. انت بي لانتك. انت بي لانتك. انت بي لانتك وعيشيها ببساطة وبريحية. واسيبك من 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 اللي بيتقلك يعني ارجع لقلبك ارجوكي ارجع لقلبك واسأليه بإخلاص وحب مش بتلاعب اسألي قلبك بإخلاص وحب هو هدلك شكرا جدا شكرا جدا شكرا أهلا بيكي أستاذ فضل طيب أنا يا دكتور كنت دائما بدي أني عايز أشتغل وكل ده بس كل ما يجي أشتغل أو أكون جاي لشغل معدتي وكل جسمي جزء الجهاز الهضمي كله أحس أن أنا تعبانة جدا ومش قادرة خالص جدا ورفضة وكل ما يجي أروح تعبانة وجزء معدتي كله الجهاز الهضمي اللي تجيحكي ده معناي أنك خايف خايف من إيه بقى مش عارف أم أجيلك شغلي خايف من إيه مش عارف بحيث أنه مسئولية خصوصا لما تفرقت على حضراتك ورفت أن الأنسة يعني شعورها الأنسة ويكون أكتر في البيت بقيت أحب البيت جدا وأحب بعض في البيت حتى مثلا كنت بحبش مثلا أصاعد ماه في البيت لا بقيت أكتر حسن هو أحسن بكتير من هنا ننزل في الشغل والتعب وروحها تانية بزرق أنا دلوقتي حاليا بقوم الصبح عشان دلوقتي بدأت تنزل تديمات لا مش محتاجة بس أهلي شايفيني إن ده أفضل لأ سيمكن أهلي أوكي أنتي مديا تقدري مضطرة تشتغلي لا مش مضطرة خلص وأهلك زعلين شوية عادي صلحيهم زرزغيهم بصيهم أنا قلت لأ أولا ما جالي شغلي ده كنت رفضة وعيطت ولأ لأ 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 ماما قالت عشان خاطر بابا لازم تروحي وعشان خاطره وهو في نفس الشغلة بتاع بابايا يعني ده أحسن لك ومش عارف إيه ده هو شهرين ثلاثة وانت كده وردي هتنزل الجامعة وموضوعين تهي بس أنا من ساعتها كل يوم الصبح تقريبا أنه ده معادي الشغل لتقريبا أصحى معادتي جد تعباني وقولون بقى عصبي عندي ما كنتش كده خاضر هو ده اسم القولون العصبي اللي انت تحكيه ده اسمك مش بقى عصبي هو ده القولون العصبي ده تعريفه حضرتك أو معاديتي حاسة أن بطني كبرت شوية نافخت نافخت ده مش حامل والهوا ده هوى آه بالزبط بتاعباني بتاعباني على طول مجرد مثلا معادي الشغلي يعني عبالي يومين غايبة كده مجرد أني معادي الشغلي ده ينشي ما عاديتي ما عيشش بقى بأي وجع ولا أي تعب اللوني حضرتك كلمت في ده وانا انتبهت لده فعارفاني ده سبب مشكلتي بزرط ان انا عشان متطرر انت حاسة انك متطرر مخصوبة عالكلام ده بالزرط فالاسة المنتظر بساطة هو انا قلتها لحضرتك ان انت آآ يعني بابا عايز لأسف شيء انا كنت في مكان بابا باكي في يوم من الايام و انا عايزة رب البنات انهم اعتمدوا عن نفسهم ايه الخيبة دي الله خيبة التالي فهو قلباني يعني عايزة تطمن عليك انت بقى ايه طب طب عليه حبي بوسي زرزغي عادي جنبه هتجل حالة حلوة اشربها ايه بسكين مفوتي اه اشتغل ايه بس يديني كم يوم كده وجيلك انا على طول اه 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 وراك انا بس اه 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 كيفوينو وكبايد ماري يعني ما اركزش لا ما تركزيش بزف تمام طيب انا كمان لما بكون حزينة يعني اولا ما زعل قوي جسمي كله بيبرد يعني ببرد قوي من جوه يعني جسمي كله بحس او من شعره بحاجة افكر مارك بتحزينة امتى ام بارح مثلا حصل مواقف يعني زعاني شوية حسيت ببرودة سنة المواقف اللي زعيك شوية ده كونك حسيت ببرودة انتي كنت يا اما شعرتي ان الاخر قاسي عليك جدا يا اما انت اضطرتي تتصرفي برد في قاس وعاطفية انا بحب الخصية جدا يعني عندي الحياة الخاصة دي ما بحبش ادخل في حد خالص نهائيا في اي حاجة حتى لو سؤال ما احبش ما احبش حدي يدخل في خصوصيتي عندي الخصوصيتي كده يعني ما احبش فاللي حصل ان هو انتهك خصوصيتي فانا اتفاجئت قوي فحسيت بقى بالشعور ده حسيت ان انا جد جسمي برد اما الشخص اللي انتهك خصوصيتي دي انتي شعرتها ايه مش قسوة ولا شعرت ايه شعرتها ازاي معناه ايه عندك انتهك الخصوصيتي انتهك الخصوصيتي عندي ده ان هو ايش قادرا اصفه بس هو يعني انا ما احبش حدي ينتج خصوصيتي دي حاجة خصوصتي انا انا فاهم والله بس معناها ايه ايه Ihnen معناها بالنسبة لي آه ممكن Eine صح معناها يعجز عجز منك انك تحمي نفسك ممكن Iron Hair ممكن آه ما احبش حدي أنا دايما بحيب ان انا يعي Brook يشوفني بس من bers لكن مالوش دعوة بشعوري او بحب بحس ان دعوة حماية ليه اكتر ممكن. فانت حسيت بضعف. حسيت بضعف. حسيت بعجز. حسيت باهانة فيها. حسيت باهانة. هو ده. هو ده. هو ده. هو ده. هو ده. لان الضعف والعجز والاهانة اللي انت حسيتهم دول ده وهمة. انت افترطيه لمجرد ان هو الشخص ده انتهى قصيتك او ان هو اه يعني قال او كان في المكان ما كانش وفودي يكون فيه او او عارف عنك حاجة مش وفودي عرفها. مش عارف. هو عمل تصرف. يعني اه فاهمني حسيت. اه مسلا دخل اه 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 اطتك من وراكي فتح شانطيتك من وراكي. حاجة بالمنزل ده مش كده. بالزبط حاجة كده يعني. اه فده ده انتهاءة خصوصية. فانتهاءة خصوصية يعني ان هذا الشخص متطفل. او يعني ان هذا الشخص بتصرف تصرفات مش موزونة. لكن انت. هو عايزني اتخطى خوف معين فحرجني قدام اللوت يعني كنا مسلا عادي. ما هو برضو ده في حد ذاته تعدي. تعدي مش موزونة. اه بقولي انا ب احبك عشان تتخطي خوفك من ده فانا رح تجاي عامل كزا. فقالت لا مش مش حق. بزبط. انا انا متوازنة مع الموضوع دوت وخلاص متقبلة. مش محتاج ان انا يعني اتخطى خوفي بقى بان انا باين اللي قدام انا اتخطيت خوفي فيه. بزبط. فده جرحني فعلا قوي وحاسيت اول مرة حس ان شعور التنفذ يعني ما بازع العادي. بس حسيت اني نفسي مش كويس. اه. ومكتش عارفة اضبط نفسي في الوضع. فانتبهي بقى ان في المواقف زي ك كده انتبهي ان ان انت قيمة. وانتبهي ان انت بإذن الله قوية. مش معنى ان الشخص اتعرض لاعتداء ان هو ضعيف. اخد بالك. ان اي حد ممكن يعتدى عليه. بس مش اي حد يتهزم. اوكي. اتميزه هنا ما بين لاعتداء والهزيمة. يعني جولج بوش مش اتضرب بالجازمة في العرق. رئيس امريكا. واحد رئيس مصحفي او تزيون وقلع الجازمة وضربه بالجازمة. معايا حضرت. معايا حضرت. ضرب بالجازمة. فهل يقدروا يمنعوا ايهانة رئيس امريكا. لا. ما يقدروا. لكن يا دهو يتعاملوا مع الموضوع. تمام. فحاجة انتبهي انك انت ميزي ما بين السلوكيات. الخارج عن سلطاتك. اللي هي غير مريحة ليكي. مسلا من ضمنها الخصوصية. لتعدي الخصوصيات. ايه. وانك انت قليلة او ان انت ضعيفة او ان انت عجزة. ده حاجة وده حاجة خالصة. طيب دكتور لو حد عمل معايا حاجة بحيس ان انا السبب دايما يعني عشان خوفي من اعيش دور الضحية. ان هو السبب واللي قدامي السبب. اجيب اقول انا اكيد سمحت. اكيد انا اللي غلطت في الوضع. انا لقلت الاستاذتي حكيت بقى ايه انا اللي جذبت وانا اللي سمحت وانا انا عملت. او انا اللي غلط مثلا. حد تتعدى عليكي مهم سلح الخطأ ده اتكلمه معاه. اتفهمه معاه. بيتديه لهدوء ومنتقى اللطف وانت مسما انا ما سمحتش ولا حاجة. يعني مش ان الا اللي غلطهنا في كل الاحوال ممكن له قدامي يغلط عايدي. وده مش دور ضحية. النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه الصلاة والسلام. سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. بدي رمه عليه الزبالة واسببو ورموج التوب. وعمل حرفت مش لطيفة خالص. هل ده معناه ان هو جذب الزبالة والتوب. لا لا لا. مش كده خالص. فيه ناس مجرمة وفيه ناس تصرفاتها لا طليق وإحنا عاشين مع الناس دي ومش كل الناس كده بس إحنا عاشين مع الناس دي فبنقبع إنه عاشين معهم وبندير نفسنا إحنا بندرهم إنهمش تقدر تدريهم هدير نفسي أعني هدير نفسي شكري حضرتك على الأخر حاجة أخر حاجة أخر حاجة سير بيجيم حضرتك أنا حضرته وحسيت شعور القيمة من صحيحة ما حسيته كل حاجة بجد فعلا تغيرت يعني كده الحمد لله الحمد لله كل حاجة كنت باتمناها أنا تحصل لي حصلت لي في كله كله شايفني شافني تغيرت الحمد لله الحمد لله بس بعد كده وصلت على نقطة بعدين زلت زلت أوي حسة بالتراب مش يعني كنت وصلت النقطة عليها ده نقطة مهمة أشكرك عليها إن حضراتكوا عرفوا إن إحنا زي ما هنطلع زي ما هننزل بس في نقطة مهمة إن زي ما هننزل نحف نطلع تاني دوام الحال قاعد عرفوها كده كتبوها عندكم حطوها على الموبايل بتاعكم دوام الحال من المحال لا هتفضلي تحت على طول ولا هتفضلي فوق على طول في الفكرة كلها إن أنا شغلتي برائب نفسي بتابع نفسي وما لاقي نفسي تحت أطلع وما لاقي نفسي فوق أعتم بي عشان أمجأ ألم نفسي تاني هشوف وقعتي ليه وحاول إن أنا أقطة هتفضلي وعدت ألم نفسي على طول وخلص نفسي وأتحكم شكرا جدا لحضرتك شكرا لحضرتك شكرا لك من قلبي لا خلاص أنا عندنا هنا عالدي الشيخة بعد تلك دعوة لفتح المايك فضل سعد مسائك دكتور أي سعد مسائك إزي حضرتك إزي أخبارك أي سعد جوحك تمام بتمام سؤالي يا دكتور أنا كيف أتعامل مع تجاهل والدي لي لأنه جدا يضايقني مثلا جاسم مع العائلة يحكي مع الجميع لكن أنا يتجاهلني يعني هو زعلان منك ولا أنت حاسة أنه بيتجاهلك الآن هو زعلان مني بس ما في سبب محدد ما أذكر أنه سويت شيء يعني خارج قوانين العائلة بص عليك حاجة هل في بينك وبين مساحة أنك تروح تقولي لي وإنت زعلان مني لي آآ لا مع أكدر صراحة ولا ما فيش المساحة دي موجودة آآ لا مش موجودة طيب هل في مساحة تعرفي من والدتك هو زعلان لي ولا مساحة دي موجودة لما أسألها لما أسألها تقول أنه أنت جاسمت بلغا في الموضوع لكن أنا حسبها شيء شايفة التعامل طيب بص داما أنه هما ما بيقولوش أنت انتبهي وانت انتبهي لأنك ما تحطيش جهد في حاجة أنت مش عارفة يعني أنت مش وصلك حاجة هو ما عليكيش حاجة فأنت من ناحيتك اهتمي بيه بس وخلاص يعني أنت إبزلي جهدك أنت في أنك تهتمي بيه تاخدي بلك منه وتحييه وتهتمي بيه كأب وباهتمام وباهتمام واضح مش أنت يعيش معاه في نفس البيت؟ ايه في نفس البيت اه فاهتمي بيه واهتمي بيه بشكل واضح جدا إن ده مهم جدا ليك كأنثة أنك تهتمي بابوكي بأبيك يعني وتدي له اهتمام وتدي له حب هو مش عايز ياخده عنده مشكلة أي حاجة زي كده اه حيبين مش عايف أو مش حيبين بس أنت أعمل لي عليكي أنت اها اوكي يعطيك العفاية كتير الله يبقى كلامك كلام ما هيحك ولا مش مناسب لأنه جاهسة أسوي الأشياء اللي جاهسة تحكيها بس ما أشوف أشوف لسا نفس التجاهل بص حضرتك عشكها سألتك عشاني الطم حضرتك أنت مش مسؤولة عن النتيجة أنت مشغولة بالنتيجة إن أنا لازم أوصل لنتيجة وانهي موضوع التجاهل ده معايا حضرتك ايه معاك ايه صحيح لأنه اللي ضيقني أكتر شي التجاهل فأنا أبي أنت مش مسؤولة عن النتيجة دي مش شغلتك أنت أنت غير مسؤولة عن النتيجة أنت دورك أن أنت تكوني ابنة جميلة محبة لأبيها ده دورك أنت قومي بيه وبمنتقى الحب على فاكرة كل ما هتقومي بيه بحب أحسن هو بقى مسرع التجاهل دي مشكلته هو بس ما ظنش هتدوم طبعا كل ما هتقومي أنت بدورك بس ما تقوميش بدورك واجب قومي بدورك حب وصلة ايه وصلة في الحال لأنك إنت لو قومي بدورك واجب مش هجيب نتيجة يعني لو في أمل إن الموضوع يتحسن إنك تقومي بدورك حب لأنه هو حساس جداً ناحية التمييز ما بين دورك اللي أنت قيمها واجب وده ما يأكلش معاه إيش باللهجة المصرية يعني مش هجيب معاه نتيجة وقومي بتقومي بدورك حب كويس دي كده وصلت ولا ما وصلتش لا الحين واضحة لأنه أنا جاهز أجوم بدورك كواجب مهم ومراكزة أنه أبي نتيجة لأنه أنا جاهز أجوم بدورك كواجب لأنه أنا أعطيك واجب ما أشوف نتيجة لحين لا أريد من منطقة أنه أكون أعطيك من حب بس واجب ومش عايزة منك نتيجة تجيب نتيجة ما تجيبش نتيجة براحتك لكن أنا أعدى مع أبويا اللي بحبه بس حلو حلو أعطيك العافية مرة شكرا إلهي بارك لك روزين يعطيك العافية دكتور أهلا بك يا أسترتي العظيمة زي حددتك الله يساعدك دكتور طول بعمرك يا رب ما أعزك يا ربي بقى فيك دكتور أنا عندي بس أنا عندي علاقتي مع أمي وجوزي كويسة وكل حاجة تمام بس عندي ممسي يعني محسساني إنه إذا صار عندها مشكلة صار عندها مثلا تعبت شوية أنا طبيبة حست إنها يعني بحاجة إنها تشكي زي كان أحاسح لها لوحدها فبتكلمني على طول أنا حب الشعور ده بس عندي جوزي بقول لي في لحظات إنه إخوانك هما المفروض إنهم يعملوا الحاجات دي ده مش واجب عليك سنية واحدة هل أنت بتعمل لها حاجات ولا بتسمعيها بس لا بعمل لها يعني حاجات أوقات كتير بتكون تضطر إن تقول لي لأ تعالي عندي أروح عندها أأخر مواعيد يعني يعني صار نا جوزك له حق مهم جدا حضرتك أولا إن أنت أولا إسمعيها إسمعيها بلا شك واستقبليها بحب جدا وإسمعيها بحب جدا لكن مهم جدا إن أنت تنتبهي وفي أولوية لبيتك في أولوية لنفسك أولا قبل بيتك كمان في أولوية لنفسك أولا والبيتك والجوزك والأولادك صح دكتور أمك واضح إنها ما بتاخدش بالها أول من القصة دي صح فأنتي يخدي بالك أنت فأنتي منتهى الحب يعتذر لها ولا يا مما أنا عندي مثلا جوزي موجود جوزي محتاج كزا هعمل كزا الولاي اللي عايزين كزا فمش حقدر من هذا وبعد أن ممكن أنت تكلمي أخوك وأقول له أمك عايزة كزا كزا فمش عملوا لها هو لأنه جوزي صار ياخد الوضع أنه أنت صار صار ما بتأثري في بيتك من ناحية أهلك فهو صار عنده مش فدة في الموضوع ده بصي تطلع أي من الموضوع أنت لو عملت كده رابدوني هتتصلح من غير أي حاجة يعني يعني سيبك من اللي حصل بقى يعني هو جوزك خطعا له حق فلوه بيقوله لأنه واضح إن الوالدة وفيه وسيدات كتير جدا أمهات كتير جدا بعملوا كده مع بناتهم بينسوا إن بناتهم متجاوزين وفيه بيت وزوج وأولاد وعندها سوبيان ما يعملوا لها حاجة يعني أنا كنت أعرف واحدة مستلمة بنتها وبيت بنتها وبيتها وجوز بنتها ده ما بييجي البيت شايفان هو جاي مكان غلط مش بهذر الله مش بهذر وبينما هي اللي مستميتة في إنها طرد ابنها هي يعني يعني فهميني قصدي عندها ابن ولد هي شكرة أخذ بيتها قدامها عنده بلا مباررة والتاني قليل أدب جدا معاها ولكن إنه قلي أدبه أنا شفته مرة بتردها تروح تريم حاجتها وترجع له تاني وبتعامل بقى جوز بنتها وبنتها بطريقة غريبة جدا فطبعا لو بنتها ما انتبهتش لنفسها والبيتها يبقى مهارجها يبقى يبقى الابنة اللي مغلطانة فالأستاذة الدكتورة أما جوزها بينبيها له حق فهي يعني نصيحة نحيك ما تتفعليش مع جوزك انت تتفعلي مع نفسك وصحاحي نفسك واهتمي ببيتك واهتمي بجوزك واهتمي بولادك وأمك لها حدود بتاعتها من الاهتمام ومن الحب والتأدير تاخدها وصلت؟ وصلت يا دكتور هو لأن الدكتور اللي توصل معي انه صار عندي زي من الأخت تفضلت انه لما يصير توتر عند بيت أهلي بيصير عندي التوتر بيصير قلون ينفخ معدتي تخاف طبعا يعني جاتني جرسومة معدة فالوضع عندي تكركم بالذبط حضرتك انساحبي من هذا الكلام انت الانتة ملهاش اي دور تنفيذي انسي المرارة انت ملكيش دور تنفيذي في بيت والدك انتك دور عاطفي تسمع الوالدة تسمع الوالد تقولي كلمة حلوة طبطب على ده وخلص على كده واضحة ولا مش واضحة لا واضحة محتاجة توضيح او مش منطقية اللي هي بقولوا لا ما منطق دكتور بس هي الفكرة اللي كانت عندي اني انا كنت عاملة ده من باب اني بر انا ببر مامتي انا ما قدرش لا ما هو بر لح بس ثانية واحدة الانتة في بر الام اه 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 في برضو دورها كزوجة وده دور مهم جدا ودورها كام وده دور مهم جدا اه اه وزا كان وبر الام مش معناه التنازل والتقصير في دورك كاولا في حق نفسك اولا من وضع ان انت كده بتتفيرمي في النص فاهم يعنيين بتتفيرمي باللحجة المصرية اه اه فانت اللي متقطعها في النص وبطنك ووضع بتعاني من قابلون عصبي وزا ما انت قلت جرسومة معدة ومشاكل انك عايشها في حالة اضطرار وغصب جديد جدا لا انقذي نفسك اولا بعد كده انقذي بيتك وبر امك البر الام مش معناها تنفذيها اللي هي عايزاها بر امك ان تتعمليها كويس وتكلميها كويس وتسمعيها كويس وتحبيها وصلة وصلة بوضوح بوضوح الحمد لله قناة بعيدة لو كان عندي طف صغير يعني عنده جاه درن درن بالعدم عنده درن في العضل في العضل درن في العظل فين في العظل ؟ перед Titans الساق اليمين في الساق اليمين اه يعني تحت الرجبة تحت الركبة بالضغط من العظم النحية الرقيقة النحيطة اللي هي الفيبلة مزبوط الجفاية مش كده؟ اه مزبوط الدولن فيها مزبوط؟ طف هو عنده كم سنة؟ ثلاثة اي صغير خالص جاله من قد ايه؟ من شهر تقريباً وعمل عملية يعني فاللي انا شفته فيديوهات لحضرتك عرفت انه ده من اثار انه قتم الشعور الى الام هو فجله اليمين مش كده وهو ايمن مش كده؟ ايمن اه بيشتكي منها من قد ايه؟ الشكوة الجديدة ولا قديمة؟ الشكوة نفسها قبل التشخيص لا جديدة اه لا جديدة محبنة انت عندك ولادت دي ايه؟ اه اثنين ده كبير او صغيرة؟ لا صغير انت مرتبطة بيقاطفين جداً؟ اه اوي افي داي؟ اه ايه مرتبط بك عاطفين جداً في بينكم حاجة زي ما يكونوا يعني هو بيقراكي على فكرة. بيقراكي ودي حاجة مش حلوة. عشان ما تفرحيش بها قوي وتبني عليها. هو بيقراكي شعوريا جدا وبيعيش مشاعرك. فانت كنت مدعي من جوزك جدا. صح جات فترة كده. انت كنت مدعي من جوزك جدا وحاسة ان انا اقدر انت كنت متوقع ان انا كان مفهود اقدر اعتمد عليه في في حياتي وخصوصا الجزء بتاع والدتك. وانت شاف ان انا مش قادر اعتمد عليه. صح? صح. هو ده سبب مشكلة. بس الشعور ده اتنقل لابنك. معايا? فانتي واضح ان الموضوع كان انا مكنش متخيل حجمه بالنسبالك. واضح ان الموضوع حجمه كبير اوي بالنسبالك. اه بصراحة اه دكتور يعني كان اه يعني كان كبير اوي بصراحة. اه هو ده. هو ده. فانتبهي شوفي. يعني انت من غير ما تقصدي خطعا. الحالة السلبية اللي انت فيها وصلت لابنك عملت في ايه? بس انا دلوقتي دكتور يعني. انا مش بتسمعنيش انها بلومك. انا بنبهك. اه. اه لا. انا مش بلوم. مش بلوم خالص. لان انتي ما تعرفيش وما وملكيش دور. هي الحاجة دي كل القصة دي حصلت لوحدها. بس الفكرة هي انها انا عايز او عليكي حجم السلبية اللي انتي عايشاها. ده دكتور انا ان شاء الله حابة اني اسجل يعني مع برنامج حضركة الاستروجيم وتوكل عربينة بازن الله. تشرفيني تشرفيني وانتبهي انتبهي انتي ام وانتي زوجة وانتي ابنة. الابنة بتبرم معها وبتبهي ابوها وبتهتم بيهم وبتحبهم لكن ما بتملهاش دور مادي معاهم. واضحة? صح. واضحة يا دكتور. وما تتضايقي الحاجة زي كده تضايق ولا ما تضايقيش? لا لا يا دكتور انا بقى يعني عندي وعي نوعا ما. يعني ده انا مخدا انه ده خضر ربنا الحمد لله. وآآ في حاجات زي وفي مواضيع بتساعد عالتغير وانا باذن الله ادرا ان اغير طبعا. ان شاء الله. ربنا ربي وفائك ربي. وفائك ربي. وفائك ربي. اشكرك رستازتي. اشكرك. الله يصني. طيب. الاشتازة بتنفع ايضا من بدري احخر اخر حاجات. فلدلي حاجة تلع مريكة. واحق بحاجة عنه اليوم ما. لا انا معليش حالة بس عايزة اسأل على الفقرات اللي ورا لما بتوقع ده بسببها ايه? ولو حاجة للمينوفوز الهوى بقى او الهابو والحاجات اللي بتيجي دي. طيب. اه اترخيك واقفة. انا واقفة. مش مش دي شاكوة بتاعتك? ايوة شاكوة. طيب. ضهرك فين في ضهرك? اه رقبتي من هنا. ممكن تديني ضهرك وتشاوري? هنا. يعني اسفل رقبتك. اه. اسفلها مش فوق مش اولها فوق. لا. اه يعني. قبل ما تخش قبل ما تلمس الصدر على طول. كل كتف كده. اه وهنا. اه الرعبة وكتف اليمين? لا. اه يعني يعتبروا الاتنين. او يعني. بص بصي. الرعبة بالكتاف هنا على طول معناها ان انتي. ما ما في احمال انتش هيلاها وانتي مش وانتي على طول النهار بتفكري. هتتعامل معها ازاي. وبرضو في. خيجي بس معي. في الفقرات اللي هنا. واحدة واحدة. ركب وكله. ففي احمال انتش هيلاها. احمال انا ما عنديش احمال بدنية لحد تجاه احد. لا احمال شعورية. اه شعورية. الجسم ما بميزش يا فكرة من احمال بدنية واحمال شعورية واحد. تجاه اخرين ولا تجاه نفسي. مرحب. مستفى ناحيتين في اليمين والشمال ففيها اخر خطر. في اي حركة لادراعك بتوجعك? لا. اعمل لي كده 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 بس هما الفقرات القطنية يعني. لا دي اسمها العنقية. اه العنقية لما عملت حتى اشعة هما ضغطين على. ده معناها انها هيك مشغولة جدا. لا ازانية واحدة. ازانية انا خلاص. فلا حضرتك بمشغولة جدا بمشاكل. اه انت شايلها على كدفك. ولاها علاقة بالنس اللي حواليك بشكل عام. و اظن انك محتاسة مش عارفة تصرفي. هي اكتشولي مالهاش حلول يعني. اكتشولي يعني. مفيش حاجة مالهاش حلول. بس انت مش عارفة تصرفي. لا يعني حاجات مش خاصة بي اه يعني بين الناس تستنيين وانا بحزق لهم الحقيقة يعني. طيب بنعيني بعض. حاسب. طيب. المينو بوز المينو بوز. المينو بوز اللي هو انقطاع الطمث. انقطاع الطمث في معظم الاحوال. او كثير من الاحوال انقطاع الطمث بيقابل معه بكتير. قابل معاهده بكتير. اه. 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 وما هو يقولوش معاهد حقا. اه اه. يعني اين قطاع الطمث? اول ما الانثة. مش عايزة تجيب عيال. مش بدمرها. اه اه. مش بده. لان الانثة رزيزة جدا. تقولي انا مش عايز اولاد. وهي هتموت على الولاد. اه. انا بوضح بس. اه. فانا مليش مليش دعب اللي هي بتقوله. اه دعب اللي هو هنا ده. اه. فاول ما الانثة حقيقة مستقرة شعوريا انا مينفعش اجيب اطفال تاني. انا مش عايز اجيب اطفال داني. ده ده دي بداية انقطاع الطمثل اطول. انا مطلقة اصلا فما فيش الابشن ده. لا حضرتك. ملاش علاقة بالواقع. اه. افهميني حضرتك. ممكن ما اتجوزتش اصلا. ممكن ما اتجوزتش اصلا. وعايز عيال. ايه دخل دي. اه اه. دي مشاعر. مشاعر. فالفكرة هنا. هل حضرتك ايه اخبار شعور شعور او استقرار شعور علاقتك بالاطفال. هل انتي مستقرة تماما ان انا مش عايز اطفال. انا الحمد لله اندي بنت كبيرة متجوزة بس انا لا مش عايزة لا بقضي معهم وقت ببدي دروس بقضي معي عيال بس لا طبعا ما قدرش تحمل مسئولية ولا ليه خلق القصص دي. ردودك مش مريح. بالنسبة لنا. طيما. هو انقطاع عشان تكون معلومة لحضرتك عشان اجاوبتك. انقطاع الطمث بيساوي استقرار عاطفي كامل. ان انا مش عايزة بيان. مش مبررات منطقية. يعني انا عندي ستة عيال عشرة عيال مش عايزة اطفال. لا اصدق. رضع قلب. رضع. وهي هتموت عيال. ان دي فطرة. فطرة الانثة الانجاب. فما قدرش نقول ان الانثة. اه انها اه هم الانت بيحاولوا يظهروا الانجاب على انه ظاهرة اجتماعية. اللي تجيب عيالين وخلاص في نعمة. محمد الله. الانجاب فطرة. هي يا ربنا خلاها عايزة تجيب اه. ايه ايه في كده حضرتك. ايه المشين في كده. بس الاسف مجتمع الى الوقت يبقى الست الحامل وكونوا عندها شوية عيال. شوف عندها عيال ومشى بزورة عيال. ايه ده حاجة حلو ايه. بس احنا اللي بقينا منحرفين شعوريا. فما بنعرفش نقدر مشاعر فطرية. هي عندها الانثة فطريا بتحب تجيب عيالي. وما بتزهقش من عيال. اول ما بتزهق منهم حقيقا بينقتر الطمس. طيب والهابو ده بنعمل فيه ايه لما بيجي بقى اللي هو تحس ان فيه نار طلع كده. حضرتك عارف يا. ده بنعمل فيه. الهاب ونعمل بيربطوه بنقطع الطمس. اه. ملش ايه علاقة. والله. اه والله. وما اللي علاقته بايه. طيب. حضرتك دوقتي الهوى السخني بيقبط فيه كده. معناه مش دي سخونة في وشي. بحسها جاي من جوه. اه? بحسها جاي من جوه. اه سخونة. اه جدا. سخونة طبعا كده. لهب. اه. اه. السخونة دي معناه. مش عارف. عاطفة زيادة عن لزوم. بزياد. لا والله. اه والله. وبعدين. عاطفة. عاطفة. نوبات عاطفية شديدة. طب قواديها فين? ان القصة المنتقى بساطة ان حضرتك ليه بتجي لك هزي المشاعر العاطفية لحدة? ليه بتجي لك هزي النوبات الحدة من العاطفة. لاني محتاجاها يمكن? لا. او محتاجة تديها الحد? انت بقيت بالعكس. انت مش عايزة تدي عاطفة. الله الله العظيم. انت احنا اينا الله العظيم. لا مش عايزة. ده بالزبط. مش عايزة عدي فبيطلع علي? هقول هالي. هوصل لك عنا ايش? هسا ما عايزش تانية عنا. او انا ما عايز. انا كنت لسا بحكي لك عن البرودة قلت الانثمة بتبقى قاسية. بتبقى ببرد. بتبرد. اطرافها بتبرد كفوفها اعدامها جسمها بيبرد معي حضرتك. ليه? لان هي حملة هم الدافع. هي حملة هم الدافع وحاسة ان اللي حواليها قسيم معيها وبالتالي هي عايزة تكون مش عايزة اتعبر عن دفء نهائي فبتبرد هي. هم. حضرتك عندك حجم دفء عالي جدا. عكسها بقى. اه. السخونة ده يا منين? ده دافع عالي. بس هالي الدفع ده في مكانه? الدفع ده ملوش مخرج. طب اعمل ايه? ان حضرتك عبري عن نفسك بحرية. حضرتك حريصة جدا وانت بتتكلمي وانت بتعبري ما بتعبريش بسهولة عن الدفء اللي جواكي والدفع اللي جواكي. لأ عادي. انت بتشعري هزا الدفع. اه. لكن بتقدمهوش. اه اه وديه فين بقى طب اه. ما خارجه? انت عندك عندك اولادة ديه? عندي بنت واحدة متجوزة مش عازة هنا من سفر المانيا. متواصلة معا? اه متواصلة. بتعبري معا? ما عبر اه بنعبر جامد. حاجة عندك اصدقاء بتخرج معاهم اه اخوات بنات. لا الاخوات ضايعين مفيش. فيه ولاد وفيه بنات وزي الليتهم. ما لهمش لازم اخلص. ولا ام ولا يعني كلهم مش. بصي حاجة اعمليك مجتمع دافي. ده من الاخر. ان انت عندك دفع عالي جدا وعايز تطلعي. دي هيئة. دي هيئة. واتحد. اعمال خيرية بقى. يعني يا ربنا ينديني الزوج الصالح. سيبك من الاعمال. اتدفع حال. يعني يعني انت ممكن تبقى ماشى في الشارع دافية. اه. واللي شايفك ما بتعملش معاك اصلا. بس يشعر دفعك. في حال ما قصد دي. بس يعني انا مش بيجي لكل ستات في السن. حاجة مش كلهم. والله. لا والله. مش كلهم. يعني انا لو طلعته في اماكن ممكن اطلعها في انت ايه بتنصحني بايه. ما بقولي حادثك انك عباري دايما عن دفعك. عباري على قد ما تقضي عباري عن دفعك. ما انتي انتي حبساة. يعني ايه عبر بقى عن دفع. عندي بسلا بوابع مرة. عندي. بتدي له حاجة بتوقفي جنبه بتصندي بتعملي حاجة لمراته لعياله. مسلا ده تعبير عن الدفع. اه او كي. مسلان عند اجارة. عندها ظروف صعبة بتقفي جنبها. لاتعبير عن الدفع. ام. عندك مسلا اطفال في المنطقة بس انا بتذاكره لهم. ده تعبير عن الدفع. عندك مسلا ارايب صحاب اما بيكون عندهم مشاكل بتوقفي جنبهم بتعملي واقفات جميلة جدا. مش ليهم ليه كنتي قلت بالائدة. اه اوكاي. الساعدة في انا ممكن امادي انا مش عايز ايدي اعطاء امادي انا عايز اكتب ايه حنينة بتعباري عن حنيتك كده بالطلاقة وببساطة طيب وبالنسبة للرقبة اعمل ايه بقى بالنسبة للرقبة وبالتالي ببساطة الموضوع اللي انت عادة بتفكري فيه ده اقبالي ان هو انها مش قادرة حاله خلاص لكن انت عادة بتفكري فيه وفي نفس الوقت مندائع مش مواضيع مواضيع بس ملهاش علاقة فعلا دايريكت بيه يعني بس هي ان دايريكت ايه يعني انا في اللي هول اعمال العادية بتاعت الحياة او بقى افكر كتير نهاية اوقفها ازاي بقى دي عايزة افصل هنا اما شافة في مش لايه كوبس الضرور ارحتي شويلة على الضرور عشان انا مش لايه خليك معنا سينا بصي بقى حضر عايزة لقى فيها سهلة جدا انتي عندك شعور الا تجاه الناس اللي حواليك الا دايما منتظر ان هما يقدروكي خالص ولا منتظر انا بطلت انتظر يبقى منتظر لا خالص انا بس هجال لي الهابو فمش عارفة انا حرانا حافتص يعني الهابو طالع علي مش عادرة انتي دايما دايما بتدائي جدا انت فقط انت فقط الامل ان هما يقدروكي اه اه دي هي هده بايه هو دا سبب مشكلة دي حالها ايه بقى هلا انك انت تنتبي انك قدري انت نفسك قرمي طوبتهم لا مش قرمي طوبتهم قرميش طوبتك انت انت اللي عاملان انك راملان انت طوبتك قدري نفسك انت اما ديكي حل بسيط عشان مبقاش فيه تعقيد في التنفيذ انت قدري نفسك انت شوف نفسك ايمة انت انا ايمة بدون سبب انا ايمة بدون دليل انا ايمة بدون اثبات انا ايمة بدون مادة انا ايمة بدون علم انا ايمة بدون اي حاجة انا ايمة انا انا اميرة راقية فحاجة ما بتشوفيش نفسك اميرة راقية انت شاف العيوب بتاعتك قد دي كده يعني اول ما تيجي تسيرتك شاف عيوبك. بس مش مش عارفة لمسها قوي معي. بالعكس انا يعني الحمد لله بدأت ادرس علمي نفسه وعارفة الحاجات دي فبا حس ان انا. حساها او حساها ان انا لأ مش فرع معي شكل الناس خالص ولا فرع ان انا اخدت. انا بس اجحة على نفسك انتي. شكلك انتي. لأ مش فرع معي شكلي قدام الناس. سانيا احدا. لو اجبت مرية دولاتي وبصت. بحاجة بصتي فيها وديتك دي ايه هتبص فيها. هم. عتشوف ايه. مش ببص بالتفاصيل الزغيرة الحمد لله يعني بالعكس حتى انا في البيت ببص النفسي وبحس ساعات كتير ان انا محلوية في نظري. يعني حس ان انا مبسوطة بالنفسي وحس ان انا. الوجع اللي عندك ده يقينا. قولا واحدا ده موضوعات انتي حس فيها بالعكس والقلة. موضوع بالنسبة لي انا منتعي. ففي حاجات في حياتك انتي بتفكري فيها كتير جدا وحس فيها بالعكس والقلة. القلة حلها انك تشوف نفسك ايما. وما راي خلاص هتقول. هم. فقد يكون عدم قدرتك على ايجاد حلول ده محسزك بقلة. لانها قد تقولي حاجات مش مش حلولها في ايدي يا فايد رب العالمين في الاخر. ده دماغ حضرتك. اللي انت قوليه ده دماغ. اه. يعني انا حاجة جديدتي مسلا لو في لو بكرة في محاضرة غالبا حاجة هتيجي هنا وهتقودي على نفس الكرش اللي انتي يقعد عليك. موظر الناس بعملوا كده. وعن لو جيت لقيت حد ده قعد عالكورسي يتقول يا صاحبتك ايه? ده قعد عالكورسي بتاعي. معاني حضرتك هل هو كورسي بتاعي ولا هو شعوريا الكورسي بتاعي? اه احساس. في فرق حضرتك ما بين الشعور وما بين المنطق. الحقيقة. هاي بتتكلم على الحقيقة. الحقيقة ما ملهاش ده ملهاش اصر. احنا اللي بيحكم فينا مشاعرنا. لان انتي اتضايقتي. ايه اللي مضايق? ده قعد عالكورسي بتاعي. او مش كورسي بتاعي. بس انتي استقبالك للكورسي ده ان ده بتاعي. حاجت معايا? انا معيك. في حضرتك استقبالك هنا انك انتي حاسة بعجز في موضوعات بتفكري فيها كتير جدا وحاسة فيها بعجز وحاسة ان انا مش 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 عايشة انتي لاني مش قادر يلاقي حلول دي. ده ببساطة يا. حاجة بالمنزر تجد بسرعة يعني. ممكن موضوع يكون اكبر من كده وعايز تحليل اكتر. خد يكون. بس انا لديتك مفتاح كيها سريعا. ماشي? شكرا. دكتور. لو لو ما عندكش مانا اعرض ثلاث اسئلة سريعة. لو ما عندكش مانا. طيب اخلص بعدين بقى خلاص. ماشي. لو تعدت خلاص. لا خلاص قولي. طيب اول سؤال ازاي البنت تتعامل مع الغيرة شديدة للام مع موضوع بر الوالدين. الام بتغير من البنت على ابوها. صح? ده اللي فهمت من السؤال. ابوها واخوها بيجيبوا لها هدايا والام بتغير. وتعمل تصرفات مش لذيذة. الام هي تعمل ايه? تروح تقول لابوها واخوها هاتوا هدايا لامي. ده اول حاجة. تاني حاجة تروح تحب امها وتبر امها. وتعمل نفسها مش بلا. ان امها مش حبطة. ان الموضوع اعمق من زلك. القصة مش هدايا. القصة ان الاب والابن او الاب والاخ بيحبوا البنت. وما بيحبوشو الام زي ما بيحبوا البنت. فالام ملع. فيم تفجأة? الموبايا السؤال التاني بتقول اه هل ممكن نتزن في جزء من القنوثة وجزء تاني لأ? ولا اتضمنت تزنت في القنوثة فهي شكل على بعضي بانا متزنة. نا هو ممكن نتزن في حاجات ما بطير في حاجات. طيب. السؤال التالت هي قصة طويلة كده خلاصتها ان هي بتحب واحد من طفولتها. من هي صغيرة بتحب واحد بتعشاؤه جدا مش قادرة تسيبه. على رغم ان هي لما كبرت بدأت تشوف في صفات مش كويسة. بتحبو ده تقدم لها? اه اه متقدم لها بس ما بيبزلش اي جهد خلص يعني يتقدم لها يعني مش بيشتغل عشانها مش بيبزل جهد مش بي اي 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 بيتقدم بيعملي يعني بيجوانا موجود? هي حب تسيبه بس من من المواصفات دي بس مش قادرة لان هي بتحبوه وهتموت من غيره. فطلبة نصحتك. تموت. دي نصيحة الشخصية لها. لان هي مجرد ما هتتجوزه هتموت برضو. فتموت بدري وهي بتحبه احسن. شكرا يا دكتور. وصلت الاعجابة ولا اشرحها? اشرحها. اشرحها ان هو ايه هو يتقدم زي الخلق الله ويبقى راجل يعني انسح بواضح ان هو مش راجل وواضح ان هي احساسها بالقيمة ضعيف جدا وهو ده الشخص الوحيد اللي بيعملها اشباع لقيمتها. فحالتها صعب. هي بتقول ان هم مخطوبين. فازاي اتعالج من مشاعري نحيطة? مخطوبين مني حاجة بقى مخطوبين مش واضح ان هم مخطوبين. واضح ان في نتيجة اصلا من الجوازة اصلا. يعني ايه? اللي هي بتقول ده مش فاكر. مخطوبين ايه? فالموضوع مش جد ومش جدية في الموضوع. فماشي هي تقول انا مش شايف انها مخطوبة. ما اقول ليه انا بده اشغال في السكة دي من زمان. فمش شاري مش قاري. اما اقول يجوز مخطوبة رسمي. بس خلاص وقفنا على كده. الخطبة دي الموجودة في مصر في بلادنا هنا. ايه خطبة دي شرعة عملاش اي القيمة. ولا واحنا هنا في الاخر اللي بيحكمنا الشرعين فا يتجوزها بالخطوبة. دي ما ماليش علاقة بيها. انا في مصر بروح انا انا شوفت السورة واحد واحدة قريين الفتحة قاعد على حجره. قريين الفتحة? الله هو اكبر. مسخرة. احنا عايشين ان انا مسخرة دي وقت. ايه تقريبا مش لابسة واحد على حجره وانه حط السورة بتاعتها انها اي الفتحة خلاص. ما عارفش فتحة ايه والله. احمد السرعة. معي يا حضر دي. خطوبة بدون جازمة عشان الازمة. انا كده اشكركم وحاج شرفتونا واكرمتونا بمجيوكو. ونتمنى نشوفكو في لقاءات اخرى. وهبنعمل لقاءة دايما كل شهرين تعيبا كل شهر ونصف شهرين. فنتشرف بيكو دايما. ونحب او ان انتو تشاركوا معانا او اتعرفوا الناس او الناس اللي حواليكو في مجتمعكو عن اللي احنا بنقدمه في البرنامج. ونتشرف بيكو دايما. وشكرا. نشوفك على خير.